بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطفة أن تقدم لكم هذه المات معاني الحروف لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني الذي حققه وخرج شواهده وعلق عليه وقدم له وترجم للرماني وأرخ لعصره الدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبي ينشر الكتاب دار نهبة مصر للطبع والنشر بالقاهرة تحليل كتاب الحروف لعنى علي بن عيسى الرماني ألف كتاب الحروف على مثال كتاب الحروف لأرستاليس الذي أشار إليه بن النبي حيث قال وترتيب هذا الكتاب كتاب أرستاليس على ترتيب حروف اليونانيين وأوله الألف الصغرى ونقلها إسحاق والموجود منه إلى حرف مون ونقل هذا الحرف أبو زكريا يحيى بن عدي وقد يوجد حرف مون في اليونانية لتفسير الإسكندر وهذه الحروف نقلها إصطاف الكندي وله خبر في ذلك وقد بدأ الرماني بالحروف الأحادية ثم ثنى بالثنائية ثم تحدث عن الثلاثية في الرباعية وقد أورد الرماني هذه الحروف في سلك لا يخضع لنظرة ذات اتجاه منظم فقد تحدث عن الحروف بالترتيب الآتي الحروف الأحادية الهمزة الباء التاء السين الفاء الكاف النام الواو الحروف الثنائية وقد أوردها على النسق الآتي الحروف الثلاثية الحروف الثلاثية ثم ساق الكلام عن حاشا حتى كأن كلا لولا لوم لعل ألا أما إما هلا لما لكن تلك هي الرباعية وبمراجعة هذا الترتيب الذي أورده يلحظ أنه ألف التزم الترتيب على حسب الأحرف الهجائية في الحروف الأحادية با لم يلتزم هذا الترتيب في الحروف الثنائية فهو يورد بل بعد ياء وقد بعد من ومذ بعد هل وقد تجد شيئا من هذا في الحروف الثلاثية والرباعية قد يقال ربما رتب الرماني هذه الحروف ترتيبا يخضع لنظام غير ترتيب الحروف الهجائية كأن يرتبها على حسب العامل منها أو الهامل على حد تعبيره أو التي تعمل النصب معا أو التي تعمل الجر كذلك ولكنك تطبق شيئا من ذلك أو غيره فلا تنظي في الطريق حتى يلتوي عليك أو يغنق والرماني في حديثه عن الحروف يذكر الحروف ويبين أعامل هو أم هو هامل ثم يرد الاستعمالات المختلفة مبنية على أقوال النحات وما حكي عن أئمتهم كالخليل وسيبويه والنازني والمبرد وعلي بن سليمان الأخفش وقد يكتفي بإيراد ما يقول هؤلاء الأئمة دون تعليق عليها حينا وقد يعقبها بتعليق أو تفنيد أو تفسير أو اعتراض أو ترجيح وحينئذ تبرز شخصيته في وضوح وهو غالبا يعتمد ما يقوله سيبويه ويخالف الكسائية والفراء وقد رأيته يستشهد بابن جني والربعي ويعلق على رأي للربعي بأنه قريب مع أن كل منهما تلميذ لأبي علي الفارسي على حين أنه لم يستشهد بالفارسي مع أن له آراء متعالمة مشهورة فالفارسي مثلا هو الذي روى البيت إذا زرتنا فامنح بطرفك غيرنا كما يحسب أن الهوى حيث تنظر جاعلا مكان كما كي ومع ذلك فقد طوى الرماني ذكره ولم ينشر خطره ولا أدري لذلك سببا إلا أن يكون قد أضرب سطحا عن الفارسي لقولته التي رماه بها والتي تعرفت لتحليلها فيما مضى من حديث وترى في كتاب الحروف قواعد عامة قواعد عامة تعد أصولا نحوية كأن يقول المغمر يرد الأشياء إلى أصولها في غالب الأمر أو يقول ويجوز أن تقع أو مع الأفعال التي تقتضي فاعلين والرماني في كتابه الحروف يعرض آراء البصريين والكوفيين وقد يسردهما سردا لا تعليق فيه ولا تعقيل فلا تكاد عندئذ تتبين مذهبه النحوي وقد تجد ما يدل على بصريته في خفوت حينا كأن يقول مذهب البصريين وزعم بعض الكوفيين وفي وضوح حينا كأن يضرب صفحا عن الشاهد الواحد فلا يعتد به ويعده شاذا لا يؤخذ به ولا يقاس عليه ومما يتصل بمذهبه النحوي وأنه إلى البصرية أميل تحكيمه مذاهب النحات في قراءات للقرآن الكريم ويحكم على قراءة صحيحة بأنها بعيدة عند النحويين كما حكم على قراءة تماما على الذي أحسن وكذلك تعليقه على قراءة لأقسم بقوله وفيها نظر والرماني ينزج كلامه في النحوي بما يتصل بعلم المعاني فقد ذكر أن الهمزة تكون للإنكار والتوبيخ والاسترشاد وتقرير الخبرية في قوله تعالى ألن ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير وإن خرج مخرج الاستفهام وقوله قد تقع اللام بمعنى العاقبة وقد يقع الأمر موقع الخبر فقوله تعالى فليندد له الرحمن مدى والرماني يؤيد ما يذهب إليه بالصحيح من الشواهد القرآن الكريم والشعر العربي وقد رأيته يستشهد بالحديث الشريف كما أورد بيتا لبعض المولدين وعلق على قوله بالقبح وتجد إشارات إلى لهجات القبائل في قلة يذكرها في معرض الحديث عن الاستعمالات المختلفة للأحرم كإشارات إلى لهجة هذيل والحرث بن كعب والتميميين والحجازيين كما يتعرض لرسم المصحف ويحتج به كتاب الحروف الحروف الأحادية الهمزة منها الهمزة وهي تستعمل في موضعين في النداء والاستفهام فإذا استعملت في النداء فلا ينادى بها إلا القريب دون البعيد لأن منادات البعيد تحتاج إلى مد الصوت وليس في الهمزة مد وإذا استعملت في الاستفهام فإنها تأتي فيه على أوجه منها أن يكون على جهل من المستفهم كقولك أقام زيد أزيد عندك أم عمر ومنها أن يكون إنكارا أزيد أمرك بهذا أمثل عمر يقول ذلك كقوله تعالى أَا اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ أَا الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيْنِ ومنها أن يكون توبيخا كقوله تعالى أَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَى هَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ هذا توبيخ لعيسى عليه السلام في اللفر ولقومه في المعنى لأن الله تعالى علم أن عيسى لم يقل ذلك ولكن قال ذلك له بحضرة قومه يوبخهم على ذلك ويكذبهم فيما قالوه ومنها أن يكون تعجبا كقولك أيكون مثل هذا ومنها أن يكون استرشادا كقولك للعالم أيجوز كذا وكذا كقوله تعالى أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وذلك أنهم استرشدوا ليعلموا وجه المصلحة في ذلك وقيل هي تعجب تعجبت الملائكة في ذلك وزعم أبو عبيدة أنها إيجاب وليس بشيء لأن الملائكة لا توجب ما لم يوجبه الله ولا تصرف همزة الاستفهام على معنى الإيجاب لأن الاستفهام خلاف الواجب وتكون تقريرا وتحقيقا وذلك إذا دخلت على ما أو لم أو ليس كقولك أَمَا أَحْسَنْتُ إِلَيْكَ أَلَمْ أُكْرِمْكَ أَلَسْتُ بِخَيْرٍ مِّنْ زَيْدٍ والجواب بلى وإن شئت قلت أَلَسْتُ خَيْرًا مِّنْ زَيْدٍ قال جرير أَلَسْتُمْ خَيْرًا مِّنْ رَكِبَ الْمَطَايا وَأَنْدَى الْعَالَمِينَ بُطُونَ رَاحِي ويكون تسوية وذلك في أربعة مواضع وهي ما أبالي أقمت أم قعدت وليت شعري أخرج أم دخل وما أدري أأدن أم أقام وسواء علي أغضبت أم رضي قال الله تعالى سواء علينا أغضبت أم لم تكن من الواعظين وقال حسان ما أبالي أنبى بالحزن تيس أملحاني بظهر غيب لئيم حاشية الشاهد من قصيدة لحسان رضي الله عنه يذكر أصحاب اللواء يوم أحد وأول هذه القصيدة منع النوم بالعشاء الهمون وخيال إذا تغور النجوم وقيل الشاهد قوله المشكور رب حلم أضاعه عدم المال وجهل غطى عليه النعيم وأنبى بمعنى صاحة والحزن ما غلُب من الأرض لحاني لا من انتهت الحاشية وإذا دخلت همزة الاستفام على همزة الوصل ثبتت وسقطت همزة الوصل وإن كانت همزة الوصل معلام المعرفة مدت ولم تحذف بأن لا يشتبه الاستفام بالخبر وذلك كقولك أم رجل قال ذلك أم المرأة قال الله تعالى أه الله خير أم ما يشركون وإذا دخلت على همزة القطع جازلك أربعة أوجه أحدها أن تحقق الهمزتين فقولك أأنت قلت ذاك والثاني أن تحقق الأولى وتلين الثانية قول ذي الرمة أإن ترسمت من خرقاء منزلة ما الصبابة من عينيك مسجوم حشية من رمة بظم الراء وتكسر قطعة حبل بالية قال أبو عمر بن العلاء بدأ الشعر بامرئ القيس وختم بذر رمة مات في أصبهان سنة سبع وعشرة ومئة عن أربعين سنة قال الأصمعي مات ذا الرمة عطشان وأتي بالماء وبه رمق فلم ينتفع به وكان آخر ما تكلم به قوله ومخرج الروح من نفسي إذا احتضرت وفارج الكرب زحزحني عن النار وشاهد أول قصيدة لذا الرمة والرواية في الديوان عن ترسمت من خرقاء منزلة ناء الصبابة من عينيك مسجوم وفي الأصل خلقاء وهو تحريب وترسمت نظرت رسومها والصبابة رقة الشوق مسجوم مصبوب صبا ويروى توسمت وتوهمت بدل ترسمت انتهت الحاشية والثالث أن تحقق الحمزتين وتدخل بينهما ألفا فقوله أيا ضبية الوعساء بين جلاجل وبين النقى أأنت أم أم سالمي حاشية البيت لذي الرمة من قصيدته التي أولها خليلي عوجا يوم حتى تسلم على طلل بين النقى والأخارن والوعساء في الشاهد رملة يقول أنت أحسن أم أم سالمي انتهت الحاشية والرابع إن من العرب من يفصل بالألف ويلين الهمزة الثانية فهؤلاء خففوا من جهتين وقد قرأت القراء بالأوجه الأربعة وإنما لم تعمل الهمزة شيئا وكانت من الهوامل لأنها تدخل على الاسم والفعل وما كان بهذه الصفة لم يعمل شيئا وإنما يعمل الحرف إذا اختص بأحد القبيلين دون الآخر الباء وهي من العوامل وعملها الجر وهي مكسورة وإنما كسرت لتكون على حركة معمولها وحركة معمولها الكسر ولا يعترض على هذا بأن الكاف لأن الكاف ولا يعترض على هذا بالكاف لأن الكاف قد تكون اسما وهم اعتزموا على أن يفرقوا بين حركة ما لا يكون إلا حرفا نحو الباء واللام وحركة ما قد تكون اسما نحو الكاف والباء تأتي على وجوه من ذلك أن تكون للإضافة نحو قولك مررت بزيد أضفت المرور أضفت المرور بالباء إلى زيت وتكون للاستعانة كقولك كتبت بالقلم وقطعت بالمدية وتكون للظرف كقولك أقمت بمكة وكنت بالبصرة قال الشماخ وهن وقوف ينتظرن قضاءه بضاح عذات أمره وهو ضامر وتكون قسما كقولك بالله لأخرجن وهي أصل حروف القسم وتكون حالا كقولك خرج بثيابه والمعنى خرج مكتسيا وتكون زائدة وإن كانت كذلك كانت لها مواضع إحداها أن تدخل على الفاعل كقوله تعالى كفى بالله شهيدا والمعنى كفى الله ولكن الباء دخلت للتوكيد وقال ابن السراج ليست بزائدة والتقدير كفى والاكتفاء بالله وهذا التأويل فيه بعد لقبح حذف الفاعل ولأن الاستعمال يدل على خلافه قال عبد بن الحسحاس عميرة ودع إن تجهزت غازيا كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية حاشية عبد بن الحسحاس هو سحين شاعر مخضرم كان أسود أعجميا من شعره الحمد لله حمدا لن قطاع له فليس إحسانه عنا بمقطوع أنشده صلى الله عليه وسلم فقال أحسن وصدق فإن الله سيشكر مثل هذا وإن سدد وقارض إنه لمن أهل الجنة انتهت الحاشية فهذا كما تقول كفى الله وقد دخلت على الفاعل في غير هذا الموضع وهو شاد وذلك قوله ألم يأتيك والأنباء تنى بما لاقت لبون بني زياد والمعنى ما لاقت والباء زائدة وزيدت في المبتدأ نحو قولك بحسبك زيد والمعنى حسبك وزيدت في خبر المبتدأ وذلك نحو قوله تعالى وجزاء سيئة بمثلها والمعنى فجزاء سيئة مثلها وهو قول أبو الحسن وقد قيل الخبر محفوث والباء في موضع الحام وهي متعلقة بمحفوث والتقدير فجزاء سيئة كائنا بمثلها واجب وقيل الباء تتعلق بنفس جزاء والخبر محفوث أيضا وتدخل على المفعول نحو قول الشاعر نحن بني ضبة أصحاب الفلج نضرب بالسيف وندعو بالفرج ومما دخلت فيه الباء على المفعول قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة والمعنى ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة فأما قوله تعالى تنبت بالدهن فتقرأ تنبت وتنبت فمن قرأ تنبت بفتح حرف المضارعة ففيه وجهان أحدهما أن تكون الباء للتعبية فقولك ذهبت به في معنى أذهبته والتقدير تنبت الدهن ومثل ذلك قوله تعالى ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أي تنيء العصبة والهمزة والباء متعاقبان في هذا ونحوه والثاني أن تكون الباء في موضع الحام والتقدير تنبت وفيها الدهن كما تقول خرج بدرعه أي خرج دارعا ومن هذا قوله عز اسمه وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به لا يريد أنهم دخلوا يحملون شيئا وخرجوا يحملونه وإننا يريد أنهم دخلوا كافرين وخرجوا كافرين ومن هذا قول الشاعر ومستنة كاستنان الخروف قد قطع الحبل بالنورد حاشية الخروف ولد فرس إذا بلغ ستة أشفر أو سبعة حكاه الأصمعي في كتاب الفرس انتهت الحاشية أي وفيه المرود وأما من قرأ تنبت بضم التائل ويجوز أن يكون الباء للحال أيضا على ما تقدم والمفؤون محذوف والتقدير تنبت ثمرتها بالدهن أي وفيها الدهن والثاني أن تكون الباء زائدة تنبت الدهن أي ما يكون منه الدهن وحكى الأصمعي نبت البقل وأنبت بمعنى وأنشد لزهير رأيت ذوي الحاجات حول بيوتهم قطينا بها حتى إذا أنبت البقل حاشية الشاهد من قصيدة يمدح بها سنان ابن أبي حارثة المري وأولها إذا السنة الشهباء بالناس أجحفت ونال كرام الناس في الجحرة الأكل والشاهد جواب إذا من قوله قبله صح القلب عن سلم وقد كان لا يسل وأكثر من سلم التعانيق فالثقل اتهت الحاشية من فضلك تابع بقية الماد الماد وقدتها هنا ثلاثة أوجه أحدها أنها دخلت لتوكيد النفي وذلك أن الكلام يطول وينسي أوله وينسى أوله فلا يعلم أكان في أوله نفي أم لا فجاءوا بلباء لتكون إشعارا بأن أول الكلام نفي وهذا قول عامة البصريين والثاني إن الخبر لما بعد عن حرف النفي جاءوا بلباء ليوصلوه بها إلى حرف النفي والثالث إن النفي إن ما يقع عن إنجاب فكان قولك ما زيد قائما جواب من قال إن زيد قائم فإن قال إن زيد لقائم قل كأنت ما زيد بقائم تلباء بإزاء الله وما بإزاء إنا وهذا القول للكوفيين وإنما عملت الباء لاختصاصها بقبيل ما وعملت الجر خاصة لاختصاصها بالاسم فلما كانت لا معنى لها إلا في الاسم عملت لعراب الذي لا يكون إلا في الاسم وهو الجر وجواب ثاني وهو أن علامة الجر الكسرة والكسرة من الياء ومخرج الياء من وسط الحنك والباء تدخل على المرفوع والمنصوب على نحو ما قدمناه وأعطيت حركة متوسطة بين حركتي المرفوع والمنصوب لأن حركة المرفوع من الشفتين وحركة المنصوب من الحلق والحنك متوسط بينهما وهذه علة جميع قروف الجر في العمل التاء من العوامل إلا أنها لا تعمل إلا في اسم الله تعالى في القسم نحو تالله لأخرجن وفيها معنى التعجب قال الله تعالى وتالله لأكيدن أصنامكم وإنما لم تعمل بسم الله عز وجل لأنها بدل من بدل وذلك أن الأصل في باب القسم الباء لأنها من حروف التعدية التي توصل الأفعال إلى الأسماء وتلصقها بها ثم يبدلون منها الواو لقرب إحداهما من الأخرى في المخرج والمعنى فأما في المخرج فلأن الباء من الشفتين وكذلك الواو وأما المعنى فلأن الباء للإلصاق والواو للجمع والإلصاق والجمع يتقاربان ثم أبدلوا التاء من الواو كما أبدلوها في تخمة وتكأة وتراث وتجاه والأصل في هذه الأشياء الواو لأنها من الوخامة ومن توكأت ومن ورث ومن واجهت فقالوا كالله وأصل والله بالله ولهذا نظير وذلك أنهم يقولون أسنى القوم إذا دخلوا في السنة مخصبة كانت أو مجدبة فإن قالوا أسنة القوم لم يكن ذلك إلا في المجدبة وذلك أن التاء بدل من الياء في أسنين والياء بدل من لام الفعل التي هي واو على قول من قال سانهت فلما كان بدلا من بدل ألزمت شيئا واحدا إشعارا بذلك وخصوا بها أشهر الأسماء وهو الله عز وجل ومثله آل أفلاطون والأصل أهل فقال القراء آل الله فقال القراء آل الله وقريش آل الله وقال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ولم يقول آل المدينة ولا آل البلد وما أشبهه لما تقدم وتدخل التاء في آخر الفعل الماضي علامة التأنيه وهي ساكنة أبدا نحو قامت هند فإن لقيها ساكن كسرت لالتقاء الساكنين نحو قامت المرأة وإنما عملت التاء في المقسم به لأنها مختصة بالاسم وعملت الجر لأنها وصلت القسم إلى المقسم به كما يوصل حرف الجر الأفعال إلى الأسماء ولأنها بدل من عامل فعملت كما كان ما هي بدل منه عاملا وأن التي تدخل علامة لتأنيه العامل وما يقوم مقامه فأسكنت على ما يجب في حروف المعاني ولم تعرض لها علة تخرجها عن أصلها فأما التقاء الساكنين فعارض لا يعتد به ألا ترى أن حركته لا يرد لها المحذوف نحو رمت المرأة ولو اعتد بها لرجعت ألف رمى الس من الحروف العوامل لأنها قد صيغت مع ما دخلت عليه حتى صارت كأحد أجزائه ولولا ذلك لوجب أن تعمل لأنها مختصة بالفعل ومعناها التنفيس وذلك قولك سأخرج فسأذهب فهي عدة وتنفيس كما قال سيبويه وإذا دخلت على الفعل أخلصته للاستقبال بعد أن كان محتملا الزمانين فهي في الأفعال بمنزلة لام المعرفة للأسماء والسين في كلام العرب على خمسة أوجه سين الاستقبال وسين النقل كقولك استنوق الجمل وسين الطلب استسقيته فسقاني وسين الوجدان استحسنته أي وجدته كذلك والسين الزيادة نحو سلم واستسلم ونحو أخرج واستخرج الفاء من العوامل لأنها تخص أحد القبيلين دون الآخر ولها ثلاثة مواضع العطف والجواب والزيادة فالعطف نحو قولك رأيت زيدا فعمرا وهي مرتبة تدل على أن الثاني بعد الأول بلا مهدة والجواب على ضربين أحدهما أن ينتصب الفعل بعدها على إضمار أمي وذلك في ستة مواضع والثاني أن تستأنف الكلام بعدها فأما المواضع الستة التي ينتصب الفعل فيها لإضمار أمي فهي الاستفهام والأمر والنهي والتمني والجحد والعرض وإنما احتيج إلى إضمار أمي هاهنا لتكون مع الفعل مصدرا فتعطف مصدر الفعل الأول لمخالفته إياه وذلك أن العطف إنما يحسن إذا كان الثاني موافقا للأول فإذا قلت أين بيتك فأزورك كان التقدير ليكن معك إخبار بمكان بيتك وزيارة مني وكذلك جميعه يخرج على هذا التقدير ويجوز الرفع على القطع والاستئناف وقد قرئ فيسحتكم وفيسحتكم رفعا ونصبا ألم تسأل الربع القواء فينطقي وهل تخبرنك اليوم ببيداء سملقي وأما قوله تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير فخبر وإن خرج مخرج الاستفهام وتقديره قد رأيت أن الله ينزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة وهو تنبيه على ما كان رآه ليتأمل فيه والله أعلم فإن حجفت الفاء من هذه الأشياء جزمت إلا الجحد فإن جوابه لا يكون إلا بالفاء ومن الكلام ما لا يجوز إلا مع الفاء وذلك قولك لا تدن من الأسد فيأكلك ولو قلت لا تدن من الأسد يأكلك لكان محالا لأنك تجعل المباعدة منه سبب الأكل ألا ترى أن التقدير إلا تدن من الأسد يأكلك فإن جئت بالفاء حسن لأن التقدير لا يكون منك دني إلى الأسد فأكل منه وأما ما يستعلف فيه الكلام بعد الفاء فالشرط وذلك نحو قولك إن تقصدني فأكرمك ومن جاء عني فأحسن إليه قال الله تعالى ومن عاد فينتقم الله منه وقال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وأما زيادة فى فنحو قوله تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم والمعنى إن الموت الذي تفرون منه إنه ملاقيكم لأن الكلام لا وجه للجزاء فيه لأن الموت فروا منه أو لم يفروا ملاقيهم هذا هو الظاهر ويجوز أن يكون في الكلام معنى الشرط كأنهم ظنوا أن الفرار من الموت ينجيهم وقد جاء الشرط المحظ على هذا التأويل قال زهير ومن هب أسباب المنايا ينلنه ولو رام أسباب السماء بسلم حاشية الشاهد من معلقة زهير ويروى وإن يرقى مكان ولو رام يقول ومن خاف أسباب الموت أدركته ولم ينفعه خوفه منها ولو رام الصعود إلى السماء فرارا منها وبعيدا عنها انتهت الحاشية ومما جاءت فيه زائدة قول النمر بن تولب لا تجزعي إن نفسا أهلكته وإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي حاشية نزل بن نمر بن تولب إخوان في الجاهلية فعقر لهم أربع قلائس وسبع لهم خمرا كثيرة فلامتهم رأته على ذلك فقال أبيات منها لا تجزعي إن منفسا أهلكته فإذا هلقت فعند ذلك فاجزعي وإذا تأتاني إخوتي فجريهم يتعللوا في العيش أو وله معي لا تطرديهم عن فراشي إنه لابد يوما أن سيخلو موضعي انتهت الحاشية لابد أن تكون إحدى الفائين زائدة لأن إذا إنما تقتضي جوابا واحدا وزعم قوم أن الفاء تأتي عوضا من ربا وأنشدوا فمثبك حبلا فالطرقت ومرضع فألهيتها عن ذي تمائم مغني والبيت بمرئ القيم وأنشدوا فإن أهلك فدي حنق لضاه وكاد علي يلتهب انتهابا حاشية مروى لهب مكان حنق والبيت يربيعة ابن مكروم الضبي ابن مكروم الضبي أحد شعراء مبر مخضرم عاش مئة سنة اتهت الحاشية والوجه عند البصريين أن ربا ها هنا مضمرة وهي العاملة للتاء يدل على ذلك قول الشاعر رسم دار وقفت في طلله كنت أقضي الحياة من جلله فجر بإزمار ربا ولا عوض منها ها هنا الكاف وهي تجر ما بعدها وتكون اسما وحرفا المثال كونها اسما مررت برجل كعمر وموضعها ها هنا جر لأنها وصف لرجل ومن كونها اسما قول الأعشاء أتنتهون ولن ينهى ذوي شطط كالطعم يهلك فيه الزيت والفتل فالكاف ها هنا في موضع رفع لأنها فاعلة ومن كونها اسما قول أمرئ القيس ورحنا بكبن الماء يجنب وسطنا تصوّد فيه العين فورا ويرتقي حاشية يقول رحنا بطرس كأنه ابن الماء في خفته وسرعته وابن الماء طاهر وقوله وسطنا يعني بيننا وقوله تصوّد فيه العين طورا وترتقي يقول فانظر العين إلى أعلاه وأسفله من إعجابها به انتهت الحاشية وتقول مررت بزيد كالأسد فموضع الكاف نصب على الحال من زيد وتقول ما زيد كعمر ولا شبيها به إذا عطفت شبيها على موضع الكاف في لغة في لغة أهل الحجاز وإن شئت ولا شبيه على لغة بنتمين ويجوز ولا شبيها تعطف على عمر كأنك قلت ولا كشبيه وأما كونها حرفا فنحو قولك مررت بالذي كزيد فالكاف ها هنا حرف ولولا ذلك لم يجز أن تكون صلة للذي ألا ترى أنه لا يجوز مررت بالذي مثل عمر حتى تقول مررت بالذي هو مثل عمر فأما من قرأ تماما على الذي أحسن فبعيدة عند النحويين ولكن يجوز مثل هذا إذا طال الكلام لأن الخبيل حكى ما أنا بالذي قائل لك شيئا وإن ما جاز أن تكون الكاف صلة لكونها حرفا كما توصل بفي في قولك مررت بالذي في الدار وتكون الكاف زائدة نحو قولك ما رأيت كمثلك والمعنى ما رأيت مثلك قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والمعنى ليس مثله شيء ولا يجوز أن تكون غير زائدة لأنه يصير كفرا وذلك أنه يكون إثبات مثل ونفي التشبيه عن ذلك المثل ويصير كأنه قال ليس مثل مثله شيء وأجاز وأجاز محمد بن جرير الطبري أن تكون غير زائدة ولكن يكون مثل بمعنى ذات على حد قولك مثلك لا يفعل كذا أي أنت لا تفعل كذا وعلى هذا قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم على قراءة من أضاف لأنه إنما يجب عليه جزاء نفس ما قتل لا جزاء مثل ما قتل والمثل كالمثل في هذا فمن يقوله تعالى كمن مثله في الظلمات إنما يريد كمن هو في الظلمات والله أعلم فكان التقدير عنده ليس كذاته شيء أي ليس مثل ذاته شيء وهذا التأويل فيه بعد لأن المثل إنما يكن به عن ذات الشيء في الأناس لأن بعضهم مثل مثل لبعض في بعض الأحوال والله تعالى لا مثل له ومن زيادتها قول الآخر وصاليات ككما يؤثين حاشية وصاليات بالجر عطف على مدخول غير قبله في قوله لم يبقى من آي بها يحلين غير رماد وخطام كنفين وغير ود جاذل أو دين الآي جمع آية وهي العلامة ويحلين من حنيت الرجل وصفت خليته أي صفته والخطام الزنان وكنتين تثنية كنف في كسر الكاف وهو وعاء الرائي وهو على حذف العاطف خلافا لقول الشمي إنه بدل مما قبله وود أصله وتد أدلت التاء بالا وأدغمت والجاذل المنتصد والصاليات الحجارة المحترقة ويؤثين بياء مضمومة وهمزة مفتوحة وثاء ساكنة أن يجعلنا أثافيا للقدر يوضع عليها عند الطبخ وجاء به على الأصل المرفوض وإلا فالقياس حذف الهمز كيكرم في أكرم أي وغير حجارة محترقة من جدار الدار ككما أي كحجارة يطبخ عليها بالسواد والدلال انتهت الحاشية والمعنى كما يؤث فينا ومثله فسور مثل كعصف مأكول أي فسور مثل عصف تقدر زيادة الكاف لأنها حرف ولا تقدر زيادة مثل لأنها اسم والأسماء لا تكون لغوى ومن زيادتها مواحق الأقرب فيها كالمقق أي فيها مقق أي طوله وفتحت الكاف على ما يجب في الحروف التي تكون أحادية وذلك أن الفتح أخف الحركات فاختير لها لذلك النام تكون مفتوحة ومكسورة فالمفتوحة من الهوامل لا عمل لها وهي تكون للتوكيد في المبتدأ نحو قولك لزيد أفضل من عمر وقد اضطر الراجز فأدخلها على خبر المبتدأ فقال أم الحليس لعجوز شهربة ترى من النحم بعضم الرقبة وتدخل في خبر إن توكيدا ودخلها يجب كسر إن قال الله تعالى والله يعلم إنك لرسوله وإنما دخلت لتوكيد الخبر كما دخلت إن لتوكيد الجملة وكان حقها أن تكون قبل إن إلا أنهم كره الجمع بين حرفي التوكيد فزحل كلام إلى الخبر وكانت اللام أولى بذلك لأنها غير عاملة وإن عاملة فكان تقديم العامل أولى وقد يضطر فيدخل اللام قبل إن وذلك مع إبداله الهاء من الهمزة قال ألا ياسنا برق على قلل الحمى لهنك من برق علي كريم حشية البيت لأبي تمام حبيب بن أوز يمدح المعتصم من قصيدة مطلعها رقت حواش الدهر فهي يتمرمر وغد الثرى في حلية يتكسر اتهت الحاشية وقد يضطر فيأتي بلا مين في نحو قولك لهنك لقائم وهو قبيخ وقد جاء به بعض المولدين وهو حبيب فقال ربيعنا في خمس عشرة حجة حقا لهنك للربيع المزهر وقد أدخلها بعض الشعراء على خبر أنسى أنشد تعلب مروا عجالا وقالوا كيف صاحبكم قال الذي سألوا أنسى لمجهودا وحكى قطرب أراك لشاكمي وإني أراك لسمحا وحكى يونس زيد والله لرافق بك وقال كثير وما زلت من ليلى لد أن عرفتها لك الهائم المقصى بكل مراضي وقد أدخلوها على خبر لكن وأنشدوا ولكن مني من حبها لعميد وقد أدخلوها على خبر المفتوحة أنشد قطرب ألم تكن حلفت بالله العلي إنما طاياك لمن خير المطي وهذا كله شاد لا يقاس عليه ولا يلتفت إليه ومن لا من ابتداء قولك لعمرك وتكون اللام جوابا للقسم وتلزمها إحدى المونين وذلك نحو قولك لتخرجن ولتكرمن عمر وتأتي معا توطئة للقسم وإنزارا به فقولك لإن قمت لأكرمنك وإذا دخلت لام القسم على الفعل الماضي كانت معها قد كقولك والله لقد قام زيد ومن قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال كثير لقد كذب الواشون ما بحت عندهم بسوء ولا أرسلتهم برسولي هاشية البيت من قصيدة لكثير عزة مطلعها أنا حيي يا ليلى أجد رحيني وآذن أصحابي غدا بقفولي ورواية البيت في الأمان لقد كذب الواشون ما بحت عندهم بليلى ولا أرسلتهم برسولي وقد تحذف قد قال امرؤ القيس حلفتنها بالله حلفة فاجر لنام ثمائم من حديث ولا صالي حاشية البيت من قصيدته التي أولها ألاعن صباحا أيها الطلن البالي وهل يعيمن من كان في العصر الخالي والفاجر هنا الكاذب والصالي الذي يصطلي بالنار يقول لما خوفتني من السمار أقسمت لها كاذبا أن ليس منهم أحد إلا نائما وربما حذفت لام القسم لأن النون يدل عليها قال الشاعر وقتين مرة أثأرن فإنه فرغ وإن أخاكم لم يثأري وأجاز حذف النون وإبقاء النون كما حذف هذا الشاعر اللام وأبقى النون وعلى هذا تأول رواية قنبل ما أقسم في يوم القيامة قالوا حذفت النون لأنها تدل على الاستقبال وهذا الفعل للحام وهذه القراءة فيها نظر وتكون النون جوابا للو ولولا في قولك ولو جاء زيد لأكرمته ولولا أخوك لأحسنت إليك وقد تحذف هذه اللام وأما المكسورة فعاملة وعملها على ضربين الجر والجزم في الأسعام وهما متغارتان وإن اتفق لفظهما فالجارة نحو قولك المال لزيد والحبل للدابة فالنام الأولى للملك والثانية للاختصاص فإن دخلت هذه اللام على مضمر فتحت وذلك نحو قولك المال له والثوب لك وفي فتحها وجهان أحدهما أن أصلهم الفتح وذلك أن جميع الحروف التي هي أحادية حقها الفتح ولما اتسلت بالضمير رجعت إلى أصلها لأن المضمرة ورد الأشياء إلى أصولها في غالب الأمر والوجه الثاني أنها إنما كثرت مع المظهر للفرق بين لام التوكيد وبينها وذلك أنك لو قلت إن زيدا لهذا وأنت تريد الملك والاستحقاق لالتبس بقولك إن زيدا لهذا أي هو هو فلما اتصلت بالمضمر استغني عن الفرق لأن علامة المضمر المجرور تخالف علامة المضمر المرفوع تقول إن زيدا لك إذا أردت الملك والاستحقاق وإن زيدا لأنت إذا أردت أنت زيد وهذا قول في بوي من فضلك تابع بقية المادة بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون على المكتبة المركزية للكتب الناططة أن تقدم لكم هذه المادة معاني الحروف لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني وقد تدمر أن بعد لام الجر فذلك في موضع أحدهما أن تكون في معنى كي وذلك قولك جئت لتكرمني والمعنى جئت بأن تكرمني ويجوز إظهار أن ها هنا وقد تقع هذه اللام بمعنى العاقبة نحو قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا أو فكانت عاقبته أن كان لهم عدوا وهم إنما التقطوه ليكون لهم ولدى وبعض النحويين يسمي هذه اللام لام السيرورة أي ليصير لهم أو فصار لهم الثاني أن تكون بعد النفو وذلك قوله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين والمعنى لأن يذر المؤمنين ولا يجوز إظهار أن ها هنا لأن المعنى ينقلب ولأن هذا جواب من قال سيقوم زيد فكما يجوز أن يفرق بين السير والفعل ولذلك لا يجوز أن يفرق بين اللام والفعل وأما الجازلة فرام الأمر وذلك نحو قولك ليقم زيد والغالب عليها أن تدخل على فعل الغائد وذلك نحو قولك لتعند حاجك ولتزد علينا فكذلك فعل المتكلمين نحو قولك لنقم والنخرج قال الله تعالى ونحمر خطاياكم وقد يؤمر بها المخاطب وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض مغازي لتأخذ مصافكم وقال مرة أخرى لتقوموا إلى مصافكم وقرأ فبذلك فالتفرحوا وقد يقع الأمر موقع الخبر نحو قوله فلينجد له الرحمن مبكى وهذا النفذ لفظ الأمر ومعناه الخبر لأن القديم لا يأمر نفسه ومن حق هذه اللام أنها إذا دخلت عليها الفاء هم تسكن كقولك فالوق زود وكذلك الوعي نحو قولك وليخرج أخوك ويجوز الكسر والإسكان أكثر وإنما أسكنت لأن الفاء والوا ويتصلان بما بعدهما وما يجوز الوقف عليهما فيشبه فعلى هذا قالوا فهي وهي فإن كان في موضع الفاء والوا حرف على حرفين فصاعدا كشر النام ما غير عند البصريين وذلك نحو قولك بل ليقم زيد ثم ليخرج عنهم قال الله تعالى ثم ليقضوا كفتهم فأنا من أسكن اللام من القراء فالبصريون ينكرونه عليه ومجازه في ساكنة الأنصف فكأنه من ينوقف على المين الأولى وابتدأ من يقضوا وقد أسكن ما هو أبعد من هذا وهذا قول امرء القيس أم يوم أشرب غير مستحقب إثما من الله ولا واغني حاشية رياعة الديوان فاليوم اسقى غير مستحقب إثما من الله ولا واغني وغير مستحقب إثما من الله أي غير مكتسده ولا محتمل وأصله من حمل الشيء في الحقيقة تضرب من المثل والواغن الداخل على القوم يشربون ولم يدعى يقول إنه يشرب الخمر وقد حلت له فلا يأتم ويكرم نفسه عن أن يشرب الوغن انتهت الحاشية وكان الأصل فاليوم أشرب غير فأسكن الباء على اتكشبه بقولهم في عبد عبد وفي فهو فهو وفيه بعد لأن هذا متصل وذاك متصل وهو في الآية أسهل على نحو ما ذكرناه وكسرت اللام الجازمة حملا على الجار لأنها نذيرتها وذلك أن الجزم في الأسعال نذير الجر في الأسماء فلن كانت اللام الجارة مكسورة لما ذكرناه قبل هذا كسرت هنا حملا عليها الوغ من الحروف الهوامل لأنها تدخل على الاسم والفعل جميعا ولا تختص بأحدهما فاقتبع ذلك أما تعمل شيئا لأنها ليست بالعمل في الإسم أحق منها بالعمل في الفعل ولها معامل لها أن تكون عاطفة جامعة كقولك قام زيب وعمل يحتمل أن يقوم كل واحد منهما قبل صاحبه ويحتمل أن يقوم معا في وقت واحد ودلك على ذلك قوله تعالى فكيف كان عذابي ونذر والنذر قبل العذاب بدلالة قوله وما كنا معذبين حتى مبعث رسولا وقال حسان بها ليل منهم جعفر منهم وضع أمهم علي ومنهم أحمد المتخير وذهب قطرب وعلي ابن عيش الربعي إلى أنه يجوز أن تكون مرتبة نحو قوله تعالى سهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم وهذا كلام مرتب ويؤنص بهذا أيضا قوله تعالى وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم بذبع مكة وأنه لو كف أيديهم قبل كف أيدي عدوهم وكان في ذلك مشنة لهم ومشطة عليهم وهذا يؤيد مذهب الشافعي في أن الواوى يجوز أن تركب ويجوز أن تكون جامعة غير عاطفة وذلك نحو قولك استوى الماء والخشبة أي مع الخشبة فحذف فحذفت معه وجاء بالواوى فأوصل كالفعل إلى ما بعدها وهو الذي يسمى المفهول معه وكان أبو الحسن الأخطش يذهب إلى أن ما بعد الواوى ينتسب انتصاب معه في قول فجئت معه فالوجه ما أدبى به لأن معه ضرف وزيد وما يجري نجراه لا يجوز أن يكون ضرفا ويكون حالا في مثل قولك ذئتك وزيد قائما ولقيت عمرا وعد الله منطلق أي في هذه الحال قال الله تعالى وغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم وكان صيدويه يمثلها بإن وذلك أنك إذا قلت جئت وزيد قائما صلحا أن تقول جئتك إذ زيد قائما وإذا كان في الظلة التي بعدها ذنور واربطها بما قبلها جاز حف الواوى وذلك نحو قولك جئتك وأبوك قائما ويجوز جئتك وأبوك قائما ولو قلت جئتك زيد قائما لم يجوز فلقلت في دارك أو من أجلك وما أسبح ذلك جاز ويكون قسما نحو قولك والله لأخرجن وهو بدل من الباء في قولك حلفت بالله لأخرجن ولا يجوز أن تدخل على مضمر كما تدخل الباء في قولك به لأخرجن أنشد أبو زيد أنا هلت أمانة باحتمالي لتحزن فلا بك ما أبالي لأن الباء هي الأصل والباء بدل منها وقد شرحنا ذلك فيما تقدم وتدمر معها رب نحو قولك ورجل أكرمت وبلد دخلت قال وبلدة ليس بها أنيس إلا العافرة وإلا العيسى حاشية قاله جربان العود واسمه العامر بن الحارف العافير جنع يعفور وهو ولد بقرة وحشية والعيس بن كسر جنع عيسى وهي الإبن البيم وخالط ضيابها شيء من الشقرة انتهت الحاشية والجرب رب المجمر وقال أبو العباس الجرب الوال التي هي عيض من رب وهدل على فساده نجوء الجر على إذمار رب ولا عوض منها وذلك نحو قوله رسم دار وقفت في طللة كنت أقضي الحياة من جللة وقد وقد جاء الجر مع بل وذلك نحو قوله بل جوز تئهاء كظهر جحفة ولا يقول أحد بل يجر وقد يدمر مع الواي أن وذلك نحو قولك لا تأكل السمك وتشرب النبن إذا نهيته عن الجمع بينهما قال الشاعر وتنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعل تعظيم حاشية من قصيدة اللؤاب الأسود الدؤم منها لا تتبع سبل السفاهة والخنى إن السفيه معنف مشؤون انتهت الحاشية فإن أردت أن تنهى عنهما جميعا دزنت فقلت لا تأكل السمك وتشرب اللبن ومما أضمرت فيه أن قول الشاعر ولبس عذاء وتقر عين أحب إلي من لبس الشفوف حاشية البيت بموصول بنت دجبل كلبية أم وزيد تزوجها معاوية رضي الله عنه ونقلها من البدو إلى الشان فكانت تحمي إلى أوطانها في أبيات مشهورة منها هذا البيت انتهت الحاشية ومن ذلك قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فقرئ رفعا ونسبا فمن رفع فعلى معنى أو هو يرسله ومن نسب فعلى إضمار أمن ولا وجوز أن تكون عاطفة على أن يكلمه الله لأن في ذلك إبتال الرسالة وذلك أن التقدير يسير وما كان لبشر أن يكلمه الله ولا كان لله أن يرسل رسولا وهذا فاسد كما ترى وتكون زائدة محو قولك كنت ولا شيء لك واختلف العلماء في قوله حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها فذهب المبرد إلى أن الواو زائدة والتقدير حتى إذا جاؤوها فتحت أبوابها وأنشد فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بلا بطن خبت بقفاف عقا قلي حاشية الرواية في الدول بطن حقف بير كان وأجزنا قطعنا والساحة امتناء والحقف من الرمال المعوج وقفاف زنع قف وهو ما غلض من الأرض واركفع ومعنى ركان بعضه على بعض والعقا قل المنعتد المتداخل والواو في قوله وانتحى أو يعترد زائدة عند الكوفيين وهو عند البصريين للعرض وجواب لما محذوف بعلم السهنة انتهت حاشية قال والمعنى فلما أجزنا ساحة الحي انتهى والواو زائدة واعتفى الخليل من الآية والقول فيها حاشية كذا في الأصل ويبن ما بعدها على أن المراد بها أن الخليل أعفى نفسه من الكلام على الآية ولن نعتر على أن اعتفى تؤدي هذا النعنى فيما رجعنا إليه من المعاجم والذي في سيبويه وسألت الخليل عن قوله جل ذكره حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها أين جوابها فقال إن العرب قد تترك في مثل هذا الخبر جوابه في كلامهم بعلم مقدر بأي شيء وضع هذا الكلام انتهت الحاسية وتكلم عن البيت فقال جواب لما محذوف والتقدير فلما اجتزنا ساحة الحي خلينا ومعينها ويجيء على قوله أن الجواب في الآية محذوف والتقدير حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها فاز ومعين وذهب بعض المفسرين كما أن الواو ها هنا تدل على أن من جنة ثمانية أبواب قال لأن العرب تستعمل الواو فيما بعد السبعة ويحتج ويحتج على ذلك بقوله تعالى ويقولون سبعة وثامنهم كالبهم وكان علي بن عيسى يصحح هذا القول ومما يؤنس به قوله تعالى الكائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآن يرون بالمعروف والناهون عن المنكر ومثله عسى ربه إن فلقكم أن يذبله أزواجا خيرا منكم مسلمات مؤمنات قامتات كائبات عابدات سائحات فيدات وأبكار وفتحة الواو على ما يجب في الحروف الأحادية وما سوى هذه من الحروف الأحادية ليس هذا موضع تفسيرها الحروف التنائية أم فمنها أم وهي حرف من الهوام وإن كان يختص لسنا لأنه معنى دخل عليه كالشيء الواحد ولها مواضع أحدها أن تكون لتعريف العهد كقولك جاءني الرجل إذا أردت واحدا بينك وبين المخاطب فيه عهد والثاني أن تكون لتعريف الجنس وذلك نحو قولك أهلك الناس الدينار والدرهم والملك أفضل من الإنسان ومنه قوله عز وجل والملك على أرجائها والله يعلم المفسد من المصلح ومنه إلا الإنسان لفي خسر كل ذلك لا يراد به شيء شيء بعينه وإنما يراد به الجنس وهو واحد يدل على أكثر منهم والثاني أن يكون عببا وذلك على ضربين أحدهما أن تكون عببا من الهمزة وذلك في اسم الله عز وجل أن أصل فيه إله فخبفت الهمزة حذفا على غير قياس وعيض منها أم هذا أحد قول سيبوي وكذلك قال الفراء إلا أنه جعل الهمزة قياسا والأصل عنده الإله ثم ألطيت حركة الهمزة على النام فصار الله فالتقى المثلان وهما اللامان فإسكنت الأولى وإدغمت في الثانية فقيل الله والقول الثاني من قول سيبوي أن الأصل لاه ثم دخلت التعظيم والتفخيم واستدل على ذلك بقول بعضهم لا لاه أبيك وقال بالإصبع لاه معنك لا أفضلت في حسب عني ولا أنت ديان فتخزوني حاشية البيت من قصيدة يقول فيها ياما لقلب شديد الهم محزون أمسى كذكرها يا أم هارون ومنها أمسى كذكرها من بعد ما شحطت والدهر بغلبة حينا ودولين ومعنى الشاهد كما جاء في المعين حيث الله در ابن عمك لا أفضلت في حسب علي ولا أن تمالك فتسوسني وتخزوني انتهت الحاشية نريد الله واستدل أيضا بقول بعضهم له وأبوك نريدون الله فعلى هذا القول تكون الألف التي قبل الهاء وبعد اللام منقلبة عن الهاء التي هو عيني وعلى القول الأول تكون زائدة بمنزلة ألف كتاب وعناء والثاني والثاني أن تكون عيبا من ياء النسب وذلك نحو قولهم الوهود والمجوس والأصل يهوديون ومجوسيون فحبثت ياء النسب وعوضت منها أم ويدل على ذلك أن يهود ومجوس معرف كان قال أحار ألأم من ينشي وألأمهم تيم بن ذهل بن سود المدانيس ورواية الدوان أولاد ذهل مكان تيم بن ذهل قال في اللسان وأما قولهم التيم فإنما أدخلوا اللامة على أرادة التيميين كما قال المجوس واليهود انتهت الحاشية وإنما هم تيميون والثالث أن تكون بمعنى الذي وذلك قولك القائم عندك زيد هاي الذي قام فيقول في المؤنث بمعنى لك نحو القائمة عندك هند ولا بد لها منسلة وهي توصل بكل جلة يحسن فيها الصدق والكذب ولا يدخل إلا على اسم الفاعل وقد اذكر الشاعر فأدخلها على الفعل المبارع وذلك نحو قوله يستخرج اليربوع من نافقائه ومن بيته بالشيخة يتقصع حاشية البيت بذي الخرق الطهوي شاعر جاهلي واليربوع بويبة تحفر الأرض والنافقاء جحر يكتمه اليربوع ويستره ويظهر جحرا آخر غيره وقوله بالشيخة وهو بالخاء النجمة رملة بيضاء في بني الأسد وحمضله وليتقصع أراب الذي يتقصع أو اليربوع الذي يدخل في قاسعاته في قاسعائه والقاسعاء جحر آخر من جحرة اليربوع انتهت الحاشية وقال يقول الخنى وأبغض العجم ناطقا إلى ربنا صوت الحمار يجدع حاشية البيت لذي الخرق الطهوي الخنى أم تاحش من الكلام والعجم يمع الأعجم أو العجمان والأعجم هو الحروان الذي لا ينفق والأعجم من الإنسان الذي في كلامه عجم سبهوه بالحروان الأعجم وفي الأصل تقول مكان يقول وهو تحريف انتهت الحاشية ومثله ما أنت بالحكم تربع حكومته ولا الأصيل ولا ذراء والجدل وهذا من أقبح الضرورات ولا يجوز استعماله في ساعة الكلام والرابع أن تكون زائبة وذلك على ضربين إحداهما أن تكون زيادتها لازمة وذلك كنح زيادتها في الذي والتي والأصل ليت ولنسك بالتعريف لأنهما يتعرفان بالصلة كما يتعرف من وما وإنما زيادتها هنا ليكون الذي والتي على ما يجب في الصفات من إحداث أمن ومن ذلك زيادتها في الآن وليس متعرفا وليس متعرفا بها وإنما يتعرف بأخرى حاشية الآن معرف بما تعرفت به أسماء الإشارة وهو الحضور أو بتضمنها معنى أن كما في شرح الأشمون وحاشية الصبان عليه انتهت الحاشية ولذلك بني لأنه يضمن معناها والثاني أن تزاد يلا تكون زيادتها لازمة وذلك نحو ما يخكى من قول بعضهم عشر الدرها حاشية كذا في الأصل ويبدو أن في العبارة سقطا وتحريفا وأن الأصل أن أحد العشر الدرع بالجمع بين تعريف أول اسم العدد المركب وثاني وتعريف تميزه ماه وانظر شرح الأشمون في آخر باب المعرف بأن انتهت الحاشية الأولى بالتعريف والأخريان زائدتان ومن هذا قول الشاعر أما بناء ما تزال كأنها على قلة العزة وبالمصر عندما حاشية مرية مائرات مكان ما تزال وتخالها مكان كأنها ومائرات وصف من نار الدم على الأرض إذا جرى وسال والعندن دم الأخوين وقيل شجر أحمر وقيل غير ذلك وفي الأصل عندها مكان عندنا وهو تحيف انتهت الحاشية وإنما هو نسر قال الله تعالى وَلَا يَغُوْثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَأَمَّا دُخُونُهَا في رحل الحسن والحسين والقاسم والحارث والضحاك والعباس فقال الخلوم دخلت لتجعله الشيء بعينه يريد أن هذه الأسماء صارت بمنزلة الصفات الغالبة نحو الصعق والسماك وما أشبه ذلك وحرف التعريف عند الخليل ألي بكمالها وكان يمثلها بقب وهمزتها عنده همزة قطع وإنما وصلت بكثرة الاستعمال وقال سيبوي أن نام وحدها حرف التعريف والهمزة دخلت ليتوصل بها إلى المدق الساكن واستدل أصحابه على ذلك بنفوذ الجر إلى ما بعدها وبأنها في مقابلة التنوين فكما أن التنوين حرف واحد وكذلك اللام بأنها تقابله وذلك أنه يدل على التنكير كما تدل اللام على التعريف واحتج أصحاب الخليل بأنها تثبت مع حرف الاستفهام كما تثبت همزة القطع وأنهم قطعوها في قولهم يا الله ولكل واحد منهما احتجاج أكثر من هذا يطول ذكره إلا أن ما ذكرناه أقوى ما يحتج به ذهما أم ومنها أم وهي من الخروف الهوام لأنها تدخل عن الاسم والفعل تكون عديدة لألف الاستفهام وهي معها بمنزلة أي وذلك قولك أزيد عندك أم عمر والمعنى أيه ما عندك والجواب يكون بالتعين وذلك أن تقول زيد إن كان عندك زيد وعمر إن كان عندك عمر وتكون عديدة لألف التسوية نحو قولك ما أبالي أقمت أنقعت وسواء علي أغضبت أم رضي قال الله تعالى سواء عليهم أعنذرتهم أم من تنذرهم وأصل ألف الاستفهام التسوية لأنك إنما تستفهم لتستوي أنت ومن تستفهمه في العلم وتكون قطعا مقدر ببل مع الهمزة وذلك نحو قولك أزيد عندك أم عمر والمعنى بل أعندك عمر ومن قوله تعالى أم يقولون افتراه والتقدير بل يقولون افتراه من فضلك تابع بقية المادة وقد يأتي في الخبر وذلك نحو قول العرب إنها لإبل أنشاء وذلك أنه رأى أشتاحا فقال إنها لإبل متيقنا ثم بان له أنها ليست بإبل فأضرب عن ذلك فقال أم شاء ألا معنى بل هي شاء وتأتي بالتعريف وهي لغة هدي يقولون جاءني أم رجل ورأيت أم غلام قال الشاعر ذاك خميلي وذن يعاتبني يرني ورائي بأم سهم وأم سلمة يريد بالسهم والسلمة ودوء بمعنى الذي في لغتهم حاشية قاله بحير بغنم الطائم شاعر جاهلي مقم وشاهد على مجيء مين مكان لام التعريف في قوله بأن سهم وأن سلمة والأصل بالسهم والسلمة وأهل اليمن يجعلون عوضا لام مين والسلمة والسلمة لفتح السين وكسر اللام واحد السلام وهي الحجارة انتهت الحاشية وفي الحديث ليس من أم بر أم صيام في أم سفر يريد ليس من البر الصيام في السفر وقد رواه قوم هكذا وهذا لا يكون تناقضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكمن كل قوم بلغتهم فيجوز أنه خاطب قوما هكذا وخاطب الآخرين على الوضح الآخر ومن كلام أبي هريرة لما حنصر عثمان طاب أم ضرب وحل أم قاتل ومن الناس من يجعل هذه النين بدلا من اللام بكثرة اللام في ذلك وقلة النين ومنهم من يجعل ذلك لورتين لأن الذين يقولون هذا لا يقولون ذلك أم ومنها أم وهي تكون عاملة وغير عاملة فأما الآمنة فتكون مع الفعل في تأويل المصدر وذلك قولك يعجبني أن تقوم والمعنى يعجبني قيامك وقد تدخل على الماضي ولا تعمل فيه وذلك نحو قولك كرهت أن خرجت فالمعنى كرهت خروجك والفرق بين كرهت خروجك وكرهت أن خرجت أن الأول مصدر غير مؤقت لأنه ليس فيه الوقت وتكون مخففة من الثقيلة فلا تعمل في الفعل شيئا نحو قوله عز وجل علم أن سيكون منكم مرضى والمعنى علم أنه سيكون والأفعال على ثلاثة أضرط أحدها أن تكون متيقنة والثاني أن تكون غير متيقنة والثالث أن تكون محتملة للأمرين فإذا وقعت الأفعال المتيقنة قبل أن كانت مخطفة من الثقيلة وذلك نحو أمنت وأيقنت وتيقنت وتحققت وما أشفه ذلك تقول من ذلك علمت أن سيقوم ورأيت أن لا يخرج قال تعالى أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا بد أن يقع بين أن والفعل حشو يسد مسد ما خدت منها وذلك نحو السين وسوف ولا تثبت النون في الخط وإذا وقع قبلها الأفعال التي ليست متيقنة انتصب الفعل بأني وحبثت النون من الخط وذلك أحببت وخفت واشتهيت وما أشتهى ذلك تقول أحببت وتنميت وأردت أن لا تقوم وأردت أن لا تخرج وكذلك ما جرى هذا المجرى وأما الأفعال التي تحتمل اليقين وغير اليقين فنحو ظننت وحسبت وما أشكه ذلك فإذا وقعت أم ها هنا وأردت معنى اليقين رفعت الفعل وأثبت النون وإن أردت غير اليقين نصبت الفعل وحذفت النون وذلك نحو قوله تعالى وحسب أن لا تكون فتنة قرئ رفعا ونصبا على ما فسرت لك وإن كانت أم مخففة من التقيلة فهي العاملة في الأسماء واسمها مضمر وما بعدها من الفعل خبرها وأما غير العاملة فعلى ضربين أحدهما أن تكون مفسرة فقولك أشرت إليه أنفعل قال الله تعالى وانطلق الملأ منهم أنمشوا واصبروا وتقديرها تقدير أي ومن ذلك قولك فتبت إليه أنفعل كذا وكذا والثاني أن تكون زائدة بعد لما وذلك نحو قوله تعالى فلما أن جاء البشير فلما أن جاءت رسلنا بوطا وزعم الكوفيون أنها تكون بمعنى إذا قالوا ذلك في قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى زعموا أن معناه إذا جاءه الأعمى وقال البصريون أنها هنا في موضع نصر لأنه مفعول له والتقدير لأن جاءه وزعموا أيضا أنها تكون بمعنى لو قالوا ذلك في قراءة من قرأ لو أردنا أن نتخذ له ما اتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين والبصريون يأبون ذلك ولا يعرفون إن إي معنى له وهي تكون عاملة وغير عاملة فالعاملة تكون شرطا وذلك قولك إن تقم أقم معك تجزم الشرط والجزاء جميعا فإن أدخلتها على فعلين ماضيين حكمت على موضعهما بالجزم وذلك نحو قولك إن كنت قمت معك وقد يكون الشرط سقبلا والجزاء ماضيا وهو أقل نجوه وذلك نحو قولك إن تقم كنت معك ولا يلي أن الفعل إلا مظهرا أو مضمر فالمظهر نحو ما ذكرناه والمضمر نحو قوله تعالى إن امرؤ هلك والمعنى إن هلك امرؤ هلك إلا أن الفعل الأول لا يجيز إظهاره بأن الثان يفسره ومثل ذلك وإن أحد من المشركين استجارك والمعنى وإن استجارك أحد من المشرك من استجارك وكان أبو الحسن الأخفش يجيز أن يرتفع الاسم بعد إن بالابتداء وما بدأنا به هو الوجه لأن إن يطلب الفعل من أجل الشر وهو قول يونس وسيبويه يتكون مخفزة من الثقيلة وإلزم خبرها اللام للفرق بينها وبين النافية وذلك قولك إن زيد لقائم وإن عبد الله لخارج قال الله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ والكنفيون يزعمون النئي بمعنى ما والنام بمعنى إلا والتقدير عندهم ما كل نفس إلا عليها حافظ وأن التي لا تعمل فالنافية وذلك نحو قولك إن زيد إلا قائم قال الله تعالى إن الكافرون إلا في غرور وكل إن بعدها إلا فهي نفس وقد تأتي وليس معها إلا وذلك نحو قوله تعالى ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه والمعنى في الذي مكناكم فيه ولا يجوز أن تعمل عند سيب ويه وكان أبو العباس يجوز أن تعمل عمل ما لأنها لا تنتمع أن تقع موطعها في كل موضع من الكلام والمعروف في ذلك مذهب سيب ويه وتكون زائبة وذلك بعدما نحو قولك ما إن رأيته وما إن مررت به قال الشاعر فما إن كان من نسب بعيد ولكن أدركوك وهم غضاب ومثله فما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرين حاشية جاءت الرواية في سيبويت فما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرين والطب بكسر الطائ العادة أو العلة والجبن بظم الجين وسكون الباء وظمها خلاف الشجاعة والدولة بن فتح النصر في الحرب وبالظم في المال وقال أبو عبيدة الدولة بالظم الشيء الذي يتداول به وبالفتح الفعل وسوى بعضهم بينهما والبيت لفروة ابن المسيك صحابي جليل مخضرا انتهت الحاشية وإذا دخلت ان على ما كفتها فما تكف ان عن العمل في قولك انما زيد قائم وزعم الكوفيون انها تأتي بمعنى ان قالوا ذلك في قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين زعموا ان معناه ان شاء الله والبصريون بين ذلك ويقولون ان ههنا شرط على بابها فإنما جاء هذا على تقدير التأديب للعباد ليتأدبوا بذلك كما قال في آية أخرى ولا تقولن بشيء ان فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله وقيل الاستثناء وقع ههنا على دخوله آمنين وفي الكلام تقديم وتأثير والتقدير لتدخلن المسجد الحرام آمنين إن شاء الله وزعموا أيضا أنها تكون بمعنى لو قالوا ذلك في قوله تعالى لو أردنا أن نتخذ لهو نتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين في قراءة من كسر الهمزكة والبصريون يقضون ذلك ويقولون إن ههنا شرط ولإن موضع آخر لا يكون فيه حرفا وذلك قولك إن يأين وغير قال آن يأين بمنزلة سار يسير وإن بمنزلة سر أو وهي من الحروف الهوامل وذلك نحو قولك أكلت خبزا أو تمرا وتعطف ما بعدها على ما قبلها وتكون تخييرا وذلك نحو قولك تزوج هندا أو ابنتها خيرته بينهما ولا يجوز أن يجمعهما وتكون إباحة وذلك قولك جالس الحسن أو ابن سورين وتعلم الفقه أو الأدب أو ذلك مباح لك تفعل منه ما شئت على الانفراب والاجتماع ويدخل النهي على هذا بالنف نحو قوله تعالى ولا تقع منهم آتما أو كفورا ولا يجوز أن يقع أو مع الأفعال التي تقتضي فعلا ولا مع الأسماء التي على هذه الصفة ولا يجوز أن تقول تخاصم زيد أو عمر ولا جلست بين زيد أو عمر وكذلك ما جرى هذا المجرى فأما قول الشاعر فكان سيان أن لا يسرح نعما أو يسرح بها واغبرة السوح فإنما سوغ ذلك أنه وجدهم يقولون جالس الحسن أو ابن سيرين على معنى الإباحة وهو كقولك جالس الحسن وابن سيرين فاستعمل ذلك على هذا التقدير ولا يجوز مثله في الكلام فأما قوله تعالى وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون ففيه خمسة أقوال ثلاثة منها للبصريين أحدها قال سيد ويت وهو أن أو ها هنا للتخيير والمعنى إذا رآهم الرائي لكم يخير في أن يقول أم مئة ألف أو يزيدون والثاني حكاه الصينري عنهم وهو أن أو ها هنا بأحد الأمرين على الإبهام وهو أصل أو والثالث ذكره ابن جني وهو أن أو ها هنا للشك والمعنى أن الرائي إذا رآهم شك في عدتهم لكسرتهم وأما أهل الكوسة فذهب قوم منهم إلى أن أو بمعنى الواو وكذلك قالوا في قوله تعالى لعله يتذكر أو يخشى زعموا أن معناه لعله يتذكر ويخشى ومثله عذرا أو نذرا وقال آخرون منهم أو أو ها هنا بمعنى بل والمعنى بل يزيدون ولا يزيد ذلك عند البسريين وتذمر مع أو أم وذلك إذا كان معناها معنى حتى وذلك قولك لأيزمنك أو تقضيني حقي والمعنى حتى تقضيني قال مرء القيس فقلت له لا تبكي عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا وتأتي أو مع همزة الاستفهام وذلك نحو قولك أزيد عندك أم عمر والجواب نعم أو لا لأن المعنى عندك أحد هذين وعصل أو أن تكون لأحد الأمرين ودنك على ذلك أنك لا تقول زيد أو عمر قام لأن الغرض الإخبار عنهما أي وهي من الحروف الهوامل تكون حرف نداء وذلك نحو قولك أي زيد أقبل أي غلام تعال قال قال الشاعر ألم تسمعي أي عبد في رونك الضحى بكاء حمامات لهن هذير حاشية عبد منادا مرخم والبيت لكثير عزة وبعده بكين فهيجن اشتياقي ولواتي وقد مر من أهد اللقاء بهور انتهت الحاشية وتكون مفسرة فقولك أشرت إلي أي افعل قال الشاعر وترمينني باللحظ أي أنت مجنب وتقلينني لكن إياك لا أقلي وأصل لكن إياك ههنا لكن أنا إياك ومثله قوله تعالى لكن هو الله ربي فألطيت حركة الهمزة على النون فصار لكننا ثم أضغمت النون في النون وحبثت ألف أنا لأنها تسقط في الوصل فبقي لكن هو الله ربي لا وهي تكون عاملة وهاملة فالعاملة على ضربين أحدهما عملها ثم كرات وذلك إذا كانت جوابا لهل مني وهي تنسب الاسم وترفع الخبر في منزلك إما لأنها مقيرتها ودل على ذلك ما حتى يونس من قولهم لا أحد أفضل منك إلا أنها مدنية معنا بعدها وذلك أنها جواب لمن قام هل من أحد وحق الزواب أن يكون وفق السؤال فكان يجب أن يقال لا من أحد إلا أنهم حذفوا من وظمنوا الكلام معناها فوجد البناء لتظمن معنى الحرف وهكذا كل شيء يتظمن معنى الحرف يجب له البناء تقول في ذلك لا رجل عندك فلا وما عملت فيه في موضع رفع بالابتداء فإن أدت الإسم جاز لك في النعت ثلاثة أوجه أحدها أن تنون النعت فتقول لا رجل عاقلا عندك وهذا هو الاختيار والثاني أن تجعل النعت لمنعوت بمنزلة خمسة عشر ولا تبنى معهما لا لأنه لا يجعل ثلاثة أشياء بمنزلة اسم واحد وذلك قولك لا رجل عاقل عندك والثالث أن ترفع عاقلا على الموضع وذلك قولك لا رجل عاقل عندك وإذا عطفت جاز لك وجهان النصب على اللفظ والرفع على الموضع وما يجوز حفظ التميين ها هنا لأن الواوى تمنع من البناء وذلك قولك ما ظلام وجارية النق وما ظلام وجارية النق فقوله في النصب فلا أدى ابنا مثل مروان وابنه إذا هو ذي المجد ارتبى وتأزرع فإن كرغت لا جاز في المعطوف ثلاثة أوجه النصب بلا تنوين على جعل لا الثانية بمنزلة لا الأولى وذلك قولك لا حول ولا قوة إلا بالله قال الله تعالى لا لغو فيها ولا تأثير والثاني أن تنصد وتنو وتجعل لا الثانية زائدة وذلك نحو قولك لا حول ولا قوة قال الشاعر لا نسد اليوم ولا خلة اتسع الخرق على الراقع حاشية الشاهد في ولا خلة حيث نسد على تقدير زيادتنا للتأكيد عطفا على محل اسمنا السابقة انتهت الحاشية هذا قول سيد ويت وأن يونس يونس فكان لا يجيز ذلك ويزعم أن التنوين في البيت غرورة والثالث أن ترفع على الموضع كقوله هذا لعمركم الصغار بعينه لا أملي إن كان ذاك ولا أبو حاشية ويروى لجدكم قيل إن هذا البيت لعمر ابن الغوث ابن طي وقيل إنه لغيره ونسبه سي بويه في كتابه إلى رجل من مجحي وزعم ابن الأعراضي أنه لرجل من بني عبد منا قبل الإسلام لخمسمائة عام وقال الحاكمي هو لابن أحمر والأصفهاني هو لظمرة ابن ظمرة وكان له أخ مدعى جنبه وكان أبوه وأهله يؤثرونه عليه فعنف من ذلك وقال قصيدة هذا البيت منها ومنها قوله وإذا تكون كريهة أدعى لها وإذا يحاس الحيس مدعى جنبه وأراد بالكريهة الحرب أو كل أمر فيه شدة والحيس تمر يخلط بسن وأقط ثم يدنك حتى يختلف انتهت الحاشيح وإذا جعلت لا جوابا لهن رفعت فقلت لا رجل لا رجل عند ويجوز في العطف مع الرفع وتكرير لا وجهان أحدهما أن ترفع الاسمين كقولك لا حول ولا قوة إلا بالله قال الرائي وما هجرتك حتى قلت معلمة لا ناقة لي في هذا ولا جمل والثاني أن ترفع الأول وتنصب الثاني إلى كنين على حب قوله فلا لغ ولا تأثيم فيها وما فاه به أبدا مقيم فمن العرب من يجعل لا في منزلك ليس فقولك لا رجل عندك ولا تعمل إلا في نفرة مثل قوله من صد عن نيرانها فأنا ابن قيس لا براح حاشية وبسعيد ابن مارك ابن ضبيعة ابن قيس ابن قيس ابن فعلبة جد طرفة الشاعر يذكر الحرب وأهوالها وبعده صدرا بني قيس لها حتى تريف أو تراح انتهت الحاشية أين براح لي فإن دخلت لا على معرفة كررتها ولم تعمل شيئا وذلك نحو قولك لا زيد عندي ولا عمر ولا عبد الله ولا جعفر والضرب الثاني أن يكون نهيا فتجزم وذلك نحو قولك لا تقم لا تخرج والدعاء يجري نجرى النهي في الإعراب وذلك قولك لا تأخذنا ربنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وكذلك الترفيه نحو قوله تعالى ولا تحزن عليهم ولا تكفي غيط مما ينكرون وكذلك قوله يقول لصاحبه لا تحزن وكذلك الشفاعة نحو قولك لصديقك لا تضرب غلامك لا تعاقبه وأن الهاملة فتكون عاطفة نحو قولك قام زيد لا عمر وخرج أخوك لا أبود وتكون زائدة على وجوه منها أن تزاد مع الواو لإزالة الاحتمال وذلك نحو قولك ما قام زيد ولا عمر وذلك أنك إذا قلت ما قام زيد وعمر احتمل أنهما لم يقوما معا ولكن قاما منفردين فإذا زدت لا زال هذا الاحتمال وصار إعلاما بأنهما لم يقوما البكة وتزاد بين العامل والمعمون كقولك غضبت من لا شيء وجئت بلا زاد وقد زيدت توكيدا في نحو قوله تعالى لأن لا يعلم أهل الكتاب والمعنى لأن يعلم فأما قوله تعالى ما أقسم بيوم القيامة ففيه ثلاثة أقوام أحدها أن لا زائدة فأنه قال أقسم بيوم القيامة وهذا القول فيه نظر أيضا لأن لا لا تزاد أولا والثاني أنها بمعنى ألا وفيه نظر أيضا لأنه لا يعرف له نظير والثالث وهو الوجه أن لا رد لكلامهم وذلك أن القرآن كالشيء الواحد والسورة الواحدة فيأتي الجواب عما في سورة أخرى فكأن لا رد لما تكرر من إنكار البعث ثم قال اقسم بيوم القيامة فأعلم الله تعالى أنه يقسم بيوم القيامة ولا يقسم بالنفس الموامة ويدل على صحة ما ذكرناه قوله تعالى إن الله لا يستحي أن يغرب مثلا ما بعوضة فما فوقها وهذا جواب ما ضربه الله من المثل من العنكبوت والدباب وهما في موضع غير هذا والجواب عنهما هاهنا كما ترى وقد روى قنبل عنه كثير ما أقسم على أن اللام لام القسم وهذه القراءة فيها نظر من نجحين أحدهما حذف الألف التي بعد لا وهي في الإنام ثابتة والتاني حذف النون التي تصحب لام القسم لأنه لا يجوز والله لأقوم وقد أجازه بعض النحويين إذا كان القسم من الحال قال ويجوز حذف النون وإتقاء اللام فما جاز حذف اللام وإتقاء النون في قول الشاعر وقتيل مرة أثأرن فإنه سرغ وإن أخاكم لم يثأر حاشية الذيت لعامر بن الطفيل وأشاهد فيه قوله أثأرن حيث حذف لام القسم وأب قنون ومر أبو قبيلة من قريس وأبو قبيلة من قيس غولان وأثأرن أخذ بتأره والفرغ بكسر رفاء وفتحها وبالمعجمة الهدر انتهت الحاشية من فضلك تابع بقية المادة بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطق أن تقدم لكم هذه المادة معاني الحروف لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني ومن زيادة لا قول الشاعر أبا جوده من البخل واستعجلت به معا من فتى لا يمنع الجود قاتله قالوا معناه أبا جوده البخل وفيه وجه ثاني وهو أن يكون البخل بدلا من لا لأن المعنى مشتمل عليه ويقول لا على هذا الوجه اسما وكان يجب أن يمد إلا أنه حكاها على نحو ما تستعمل ليعلم أنها تلك بعينها ويجوز أن يكون البخل وصفا للا على تقدير حذف المضاف كأنه قال أبا جوده لا ذات البخل ثم حدث فأقام المضاف إليه مقامه هذا على رواية من نصب البخلا فعما من جره فإنه أضاف لا إليه لأن لا يكون للبخل وعن البخل وأراد أن يبين أنه من لا إلى البخل خاصة ما وهي تكون اسما وحرفا فإذا كانت اسما كان لها خمسة مواضع أحدها أن تكون استفهاما عما لا يحقل وعن صفات من يحقل وذلك قولك ما عندك فيقول المجيب فرس أو حمار أو نحو ذلك ويقول القائل من عندك فيقول زيد فتقول ما زيد فيقول عاقل أو عالم أو جاهل أو ما أشبه ذلك وثاني أن يكون شرطا وذلك نحو قولك ما تصنع أصنع قال الله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة وقد تزاد عليها ماء فيصير ما ماء فيستثقل ذلك فيبدل من ألف ماء الأولى هاء فيقول مهما هذا قول الخليل وأن سيدويه فكان يقول في الأصل مهما ثم ركب فقيل مهما وحكى ابن الأنبار مهما يقوم أقوم معه فيجوز أن يكون الأصل من من فأبدلوا على نذهب الخليل وفيه نظر لأن الهاء لا تبدل من النوم ويجوز أن يكون الأصل نه على قياس قول سيدويه والثالث أن يكون تعجبا كقولك ما أحسن زيدا وما أقبح عمرا وهي في هذه المواضع التلافة اسم تام بعير صلة ولا عائد وإنما لم تنصل لأن الصلة توضيخ وهذه المواضع تقتضي الإبهان والرابع أن تكون خبرية بمعنى النجم فتحتاج حينئذ إلى صلة وعائد وذلك نحو قولك يعجب من ما تصنع أي يعجب من الذي تصنع فتصنع في صلة ما والعائد محذوف وإن شئت أتيت به فقلت تصنعه وإنما جاز حذف العائد لطول الاسم والعرب تحدث هذا وما هو أكثر منه فمن ذلك قوله تعالى فاصدع بما تؤمر إن جعلتما مصدرية كان الكلام على وجه التقدير فاصدع بالأمر وإن جعلتما خبرية كان في الكلام حذف والتقدير فاصدع بما تؤمر بالصدع به فحبثت الباء واجتمعت الألف واللان فصار فاصدع بما تؤمر بصدعه ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فاصدع بما تؤمر به ثم حذف الباء على قول عمر بن معد كرب أمرتك الخير فافعل ما أمرت به فقد تركتك ذا مال وذا نشب حشية النشب المال الثابت كالضياع ونحوها وهو من نشب الشيء إذا ثبت في موضعه وكأنه أراد بالمال ها هنا الإبل خاصة فلذلك عطف عليه النشب وقيل غير ذلك انتهت الحشية مريد أمرتك بالخير ثم حدث نهاء من الصلة فصار فاصدع بما تؤمر الخامس أن تكون نكرة منصوفة كقولك مررت بما معجب لك أي شيء معجب لك وهي نكرة أبدا وعلى هذا حمل قوله ربما تجزع النفوس من الأمر له فرجة كحل العقالي حاشية البيت لأمية بن أبي الصيت ويروى تكره مكان تجزع والفرجة بفتح الفاء تكون في الأمر وبظنها في الحائط انتهت الحاشية قالوا معناه رب شيء وإذا كانت حرفا كانت لها خمسة مواضع أيضا أحدها أن تكون نفيا للحال والاستقبال نحو قولك ما يقول زيد وما يخرج أمر فإن دخلت على الاسم كان للعرب فيها مذهبا أحدهما أن ترفع الاسم وتنصد الخبر هذا مذهب أهل الحجاز وذلك قولك ما زيد قائما وما عبد الله خارجا قال الله تعالى ما ها وابشرا وقال عز وجل ما هن أمهاتهم والثاني أن لا تعمل شيئا وهذا مذهب بني تمين تقول من ذلك ما زيد قائما وما عبد الله خارج فإن قدمت الخبر أو أوجبته استوى اللغتان وذلك قولك ما قائم زيد وما زيد إلا قائم فأما قول فرزدك فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر ففيه ثلاثة أقوال أحدها أنه شاد كشدود قولهم منحفة جدودة قال السيدويه ورب شيء هكذا يعني في القلة والشدود والثاني أن الفرزدق وهو تنيني أراد أن يستعمل لغة أهل الحجاز فغلط فظن أنهم يعملون ما مع تقريم الخبر كما يعملونها مع التأخير والثالث أن بشرا ترفع بالابتداء وخبره محذوف والمعنى إذ ما في الأرض مثلهم بشر ونصب مثلهم على الحام وكان قبل ذلك وصفا لبشر فلما قدم نصب وهكذا حكم النكرة إذا تقدم وصف عليها قال ذرهم وتحت العوالي والقنا مستضلة ضباء أعارتها العيون الجآذر وهذا أجود ما قيم والثاني أن يكون مع الفعل في تأويل المصدر نحو قولك يعجبني ما قمت والمعنى يعجبني قيمك ولا يحتاج إلى عائد عند سيبويه وكان أبو الحسن مخالفه في ذلك ويظمر لها عائدا فعلى مذهبه يكون اسما وعلى مذهب سيبويه تكون حرفا والثالث أن تكون زائدة وذلك على غربين أحدهما أن تكون كافة وذلك نحو قولك إنما زيد قائم ولعنما أخوك خارج قال الشاعر تحلل وعالج ذات نفسك وانظرا أبا جعل لعنما أن تحالل ومن العرب من يزيد ماء ولا يعتد بها فيقول إنما زيدا قائم وهو في ليتما أكثر وبيت النابغة منشد على وجهي قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقد فمن أنشد بالنصف لم يعتد بنا ومن أنشد بالرفع جعلنا كافة حاشية من قصيدة يعتذر فيها إلى الملك المعمال بن منذر وأولها يا دار مية بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأمد وقوله قالت أي فتاة الحي وهي زرقاء اليمامة كانت تبصر من ثلاثة أيام فمر بها سرب من القطع فقالت بيت الحمام لية إلى حمامتي أو نصفه قدي كم الحمام مية فنظروا فإذا هي ست وستون وبعد البيت فحسبوه فألفوه كما ذكرت تسعا وتسعين لم تنقص ولم تزد انتهت الحاشية ويجوز أن تعمل ماء بمعنى الذي ويكون هذا خبر مبتدأ محذوف وتكون الجلة من صلة ماء ويكون التقدير قالت ألا ليت الذي هو هذا الحمام لنا وتكون ما في موضع نصف بليت ولنا خبر ليت والثاني أن يكون لغوا وذلك نحو قوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم أي فبرحمة ومسمه فبما نقضهم من ثاقهم أي فبنقضهم وأما قوله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوذة ففيه قولان أحدهما أن ماء له والتقدير إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا بعوذة والثاني أن ماء نكرة وبعوذة بدل منها يصد مسد الوصف ويجوز الرفع في بعوذة من وجهين أحدهما أن تكون خبر مبتدأ محذوف على طريق الجواب كأنه قال ما هذا المثل فقيل بعوذة أي هي بعوذة والثاني أن تكون ماء بمعنى الذي وبعوذة خبر مبتدأ محذوف والجملة من سلة ما والتقبير إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا الذي هو بعوذة والرابع أن تكون مسلطة وذلك نحو قولك ربما قام زيد وذلك أن رب تدخل على الأسماء النكرة فلما دخلت عليها ما سلطتها على الدخول على الأفعال ومن ذلك قول الله تعالى ربما يود الذين كفروا والخامس أن تكون مغيرة وذلك نحو قولك لما أكرمت زيدا وذلك أن لم كانت تدل على امتناع الشيء لامتناع غيره فلما دخلت عليها ما نقلت معناها إلى التخصيص ومن ذلك قوله تعالى لما تأتينا بالملائكة و و وهي من الفروف الهوامل وهي تختص بالمندوب وذلك قولك و زيداه و عمراه وحكم المندوب أن يلحق آخره ألف لمد الصوت فإن وقفت عليه لحقت بعد الألف هأ ويجوز أن يجري نجر المنادة فيقال و زيد و عمر ولا يذكر المندوب إلا بأشهر أسمائه ولا يندب مضمر ولا مبهم ولا مكرة ها ولها موضعا أحدهما أن تكون حرفة به وذلك نحو قولك ها أنا ذا جواب لمن قال لك أين أنت ويقول الإثنان ها نحن ذاني ويقول الجميع ها نحن أولئي وتقول المرأة ها أنا ذا وتقول المرأتان ها نحن تاني وتقول النساء ها نحن أولئي وتقول للمخاطب ها أنت ذا وللإثنين ها أنتما ذاني وللجميع ها أنتم أولئي قال الله تعالى ها أنتم أولئي تحبونهم ولا يحبونكم وتقول للمؤنث ها أنت ذا وللإثنتين ها أنتما تاني وللجميع ها أنتن أولئي وللغائب ها هو ذا وللجميع ها هم أولئي وللواحدة ها هي ذه وللإثنتين ها هما تاني وللجميع ها هن أولئي ومن ذلك هذا وهذان وهذه وهتان وهؤلاء وفي قولك ها معنى التنبيه ولذلك تنصب النكرة على الحال بعده نحو قوله تعالى هذا باني شيخا إن شئت جعلت العامل في الحال معنى التنبيه وإن شئت معنى الإشارة ويبين لك ذلك أنك تقول ها قائما ذا زود فإن جعلت العامل معنى التنبيه صحت المسألة لأن الحال وقعت بعد العامل وإن جعلت العامل معنى الإشارة لم تجز المسألة لأن الحال قبل العامل وإذا كان العامل غير متصرف لم تتقدم عليه الحال والثاني من مرضعي ها أن تكون اسما من أسماء الفعل ومعناه خذ تقول ها للواحد المذكر وللمؤنث وللاثنين والجميع ولغة ثانية وهي أن تقول هاك وهاكما وهاكم ولغة ثالثة وهي أن تقول ها للمذكر وها للمؤنث وهاؤما وهاؤم وهاؤم قال الله تعالى هاؤم اقرأوا كتابيه ولغة رابعة وهي أن تقول ها للمذكر وهائي للمؤنث ولغة خامسة وهي أن تقول ها للمذكر وهاء للمؤنث يا وهي وهي من خروف النداء وهي أم خروفه والمنادى على ثلاثة أوجه مفرد ومضاف ومضارع للمضاف فالمفرد على ضربين معرفة ونكرة فالمعرفة على ضربين معرفة قبل النداء كقولك يا زيد ومعرفة بالنداء كقولك يا رجل إذا قيلت على واحد بعينه وكل النوعين مبني على الضم قال الله تعالى يا صالح ائتنا بما تعبنا وقال يا جبال أوبي معه وأما النكرة فنحو قولك يا رجلا إذا لم ترد واحدا بعينه ولكن كل من أجابك فهو الذي أردت وهي منصوبة وكذلك المضاف نحو قولك يا عبد الله ويا أبا زيد وكذلك المضارع للمضاف نحو قولك يا خيرا من زيد ويا حسنا وجهه وإنما ضارع المضاف من أجل قوله وقد يكون يا للتنبيه نحو قولك يا اذهب زيد وعلى هذا قرأ بعض القراء أألا يا اسجدوا وقيل معناه يا هؤلاء اسجدوا وقال الفراء على هذه القراءة يلزم السجود ولا يلزم على غيرها حاشية من سورة النمو وهذه قراءة الكسائي ورويس وأبو جعفر وقراءة الباقين أن لا بالهمزة وتشتيب النام وأصلها أن لا فأن ناصبة ولذا سقطت نون الرفع من الفعل بعدها انتهت الحاشية ومثل ما ذكرناه قول ذر قول ذر ألا يسلمي يا دار مي على البنى ولا زال منهلا لجرعائك القطر وكذلك قول آخر يا دار سلم يسلمي ثم يسلمي بسلسل أو عن يمين سلسل حاشية البيت من العجاج اغن رؤبك الراجز المشفوع وقد أنشده ابو منظور في مادة سلسل ونسبه إليه وسلسل اسم موضع بعينه وقال ابن سكيت هو رملة معروفة ومنطن الاستشهاد قوله يا اسلامي حيث اقترن حرف النداء بفعل على أن التقدير يا دار اسلامي يا في جميع ذلك للتنبيه فأما قول الآخر يا لعنة الله والأقوام كلهم والصالحين على سمعان من جار فعلى تقدير حذف المنادى والمعنى يا قوم نعنة الله على سمعان بل وهي من الحروف الهوام ومعناها الإضراب عن الأول والإيجاب للثاني تقول من ذلك ما كان زيد بل عمر وخرج أخوك بل أبوك تقع بعد النفي والإيجاب جميع هذا مذهب البصري وأما الكوفيون فلا يجيزون أن تقع بعد الإيجاب وإنما يقع عندهم بعد النفي أو ما يجري مجراه وإذا جاءت في القرآن كانت تركا لشيء وأخذا في غيره وأكثر ما تأتي بعد الإنكار نحو قوله تعالى أم خلق السماوات والأرض بل لا يؤمنون ولقوله تعالى وما يشعرون أيان يبعثون بل الدار كعلمهم في الآخرة عن وهي تكون اسما وتكون حرفا فأما كونها اسما فنحو قولك جلست من عن يمينك وقلت من عن شماله قال القطامي فقلت للركب لما أنعلى بهم من عن يمين الحبيا نظرة قبل حاشية قوله الحبيا مصغر لا تكبير له اسم موضع بالشام ويقال نظرة قبل إذا لم يتقدمها نظر انتهت الحاشية والدليل على أن اسم دخول من عليها وكل مكان دخلت من عليها فهي هناك اسم وأما كونها حرفا فهو نحو قولك رميت عن القوص ومعناه المجاوزة وكذلك حدثت عن أبيك وقد تأتي بمعنى الباء نحو قوله تعالى وما ينطق عن الهوى أي بالهوى وتأتي بمعنى بعد فقوله تعالى عما قليل لتصبح الننا دمين أي بعد قليل وقال الشاعر قرب مربط النعامة من لقحت حرب وائل عن حيالي وتأتي بمعنى على نحو قوله الله ابن عمك لا أفضلت في حسب عني ولا أنت دياني فتخزوني أراد علي وعن في جميع ذلك حرف من حروف الجر ومنها ساكنة فإن لقيها ساكن كسرت لالتقاء الساكنين نحو قوله تعالى عن اليمين وعن الشمال قعيد في وهي وهي من الحروف العام وعملها الجر ومعناها الوعاء تقول من ذلك المال في الكيس واللص في السجن أي اجتمل الكيس على المال والسجن على اللص وقد اتسع فيها فيجري مجرى المثل وذلك نحو قولك فلان وانظر في العلم كأن العلم قد اجتمل عليه وزعل الكوفيون أنها تكون بمعنى على في قوله تعالى لأصل بنكم في جذوع النخل أي على ومنه قول الشاعر وهم صلب العبدية في جذع نخلة فلا عطشت شيبان إلا بأجدعها ومنه قول عن تره بطل كأن ثيابه في سرحة حاشية السرحة الشجرة العظيمة شبه البطل بها معظم جرمه وتمامه يحذي معال السبت ليس بتوأم والسبت جنود البطر أو كل معال مدبوغة بالقرب انتهت الحاشية والبصريون يقولون في على بابها والمعنى ان النخلة مجتملة على المصلوب لانه انما يصلب في عراضها لا عليها فكأنها صارت له وعاء او اجتملت عليه وقالوا وتكون بمعنى مع في قوله وهل ينعم من كان احدث عهده ثلاثين شهرا في ثلاثة احوال قالوا معناه مع ثلاثة احوال من وهي من الحروف العوامل وعملها الجر ولها معاني منها ان تكون لابتداء الغاية وذلك نحو قولك خرجت من الدار وجئت من البصرة ومنه قولهم زيد افضل من عمر اي ابتدأ فضله من فضل عمر وقيل معناها التبعيد ومنها ان تكون للتبعيد وذلك نحو قولك لبست من الثياب ثوب وقبضت من الدراهم درهم اي لبست بعض الثياب وقبضت بعض الدراهم وتكون لجنس وذلك نحو قولك هذا ثيب من خز وذاب من ساج اي من هذا الجنس قال الله تعالى واجتنب الرجس من الاوثان اي الرجس الوثني وتكون زائدة وذلك في النفي نحو قولك ما جاءني من احد او ما رأيت من احد قال الله قال الله تعالى ما لكم من اله غيره وقوله فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاد اي ما لكم اله غيره وفما اوجفتم عليه خيلا وقال النبغة وقفت فيها اصيلالا اسائلها ايت جوابا وما بالربع من احد حاشية هذا البيت من قصيدة للنابغة الذبياني التي يعدونها من المعلقات والتي مطلعها يا دار مية بالعلياء فالسند اقوت وطال عليها سالف الامد والبيت من شواهب السيد والرواية فيه اعيت لا عيت وقوله اصيلالا اصله اصيلان بالنون فابدل النون ماما وهو ابتال غير قياسي والاسيلان تصغير اسلام الذي هو جمع اصيل والاسيل الوقت قبيل غروب الشمس واعيت عجزت وضعفا انتهت الحاشية قال الكوفيون وتأتي بمعنى عن ذلك نحو رميت من القوس اي عن القوس وتأتي بمعنى الباء نحو قولك نحو قوله تعالى يحفظونه من امر الله اي بامر الله والبصريون يقولون معناه له معقبات من امر الله يحفظونه قال الاسمعي وقد تكون بمعنى الى وانشد الاسمعي ازمعت من ليل ابتكارا وشطت على ذي نوع انت زارا قال معناه الى 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 قال البصريون وتكون قسما ولا يدخل الا على ربه نحو قولك من ربي لاخرجنه ويكون امرا وذلك نحو قولك من اذا امرته بالمين وهو الكذب قد وهي من الحروف الهوامل وهي مختصة بالفعل وانما لن تعمل فيه لانها قد صارت كاحد اجزائه ومعناه التوقع وانا دخلت على الماضي قربته من الحال وذلك قولك قد جاء ولهذا حسن ان يقع الماضي في موقع الحال تقول رأيتك وقد قام زيد اي في هذه الحال وقد تحدث وهي ملوية ومن ذلك قوله تعالى امؤمن لك واتبعك الارضلين وكذلك قوله او جاءوكم حصرت صدورهم اي قد حصرت ودل على ذلك قراءة بعضهم او جاءوكم حصرة صدورهم وتذمر مع الماضي ايضا اذا وقع خبرا لكان واخواتها كقوله تعالى ان كان قميصه قد من دبري اي قد قد ومن ذلك قول النابغة انست خلاء وانسى اهلها احتمل اي قد احتمل واذا دخلت على المستقبل دمت على التوقع والتقليل كقولك قد يفعل وقد يخرج اي ذلك قليل منه وقد تستعمل في معنى ان الامر يجوز ان يقع ويجوز اللايقها من فضلك تابع بقية المادة ومنها كي وهي من الحروف العوامل وعملها النصب في الفعل تقول من ذلك جئتك كي تحسن اليه وخرجت كي اسلم عليك وقد تدخل عليها اللام نحو قولك لكي تفعل وقد يلحق ها لا فيقال جئت كي لا يغضب ولكي لا يغضب وزعم الكوفيون انك ما تأتي في معناها وانشد لعمر ابن ابي ربيعة اذا زرتنا فامنح بطرفك غيرنا كما يحسب ان الهوى حيث تنظر اي كي يحسب والرواية عن البصريين لكي يحسب وكي تنصب بنفسها الا على مذهب من قال كيمة فانها على هذا المذهب جارة وحريث الجر مختصة بالاسماء ولكن مظمر بعدها ان لتكون مع الفعل مصدرا والمصدر اسم فتكون داخلة على اسم كما كان ذلك في لا مكي ولا مرجحت ومعناها في كلا الوجهين العلة وذلك ان ما قبلها علة لما بعدها لم ومنها لم وهي من الحروف العوامل وعملها مصدف الفعل خاصة وهي من في المستقبل نحو قولك لن تقوم فهذا جواب من قال سأقوم وإنما نسبت لشبهها بأن من حيث اللف هذا بذهب سي بوي فأما الخليل فذهب إلى أن أصلها لا أم إلا أن الهمزة حذفت تخفيفا فالتقى الألف والنوم فحذفت لالتقاء الساكرين فبقي نم ولا ينتصب فعل عند الخليل إلا بأن مظمرة أو مظهرة وأن زله سي بويه أما يجوز زيدا من أبرد لأن زيدا يصل في أن لأنه مفؤول ضرب ولا يلزم الخليل هذا لأن الحروف إذا ركبت انتقل حكمها في غالب الأمر محوها ولو ولم إذا ركبنا فقيل هلا ولوما ولولا ولنها ألا ترى أن معاني هذه الحروف قد انتقلت عن الحكم الأول وكذلك أن لما ركبت انتقل حكمها وكان علي بن سليمان لا يجوز زيدا لن أضرب من غير الجهة التي ألزمها سيبويه الخليل وهي أن عوامل الأفعال لا تتقدم عليها معمول معمولها من ومنها من وهي من الحروف الهوامل وعملها الجزم في الفعل وإنما عملت الجزم لأنها نقلت الفعل نقلين نقلته إلى الماضي ونفته ومن حكمها أن تدخل على المستقبل فتنقل معناه إلى الماضي وذلك نحو قولك لم يقم أمس وهو نفي فعل كأن قائلا قال قام أو خرج فقلت أنت لم يقم ولم يخرج فإن قال قد قام وقد خرج قلت أنت لما يقم ولما يخرج دون ومنها لو وهي من الحروف الهوامل وفيه معنى الشرط ومعناها امتناع الشيء لامتناع غيره ولا ينيها إلا الفعل مظهرا أو مظمر وذلك نحو قولك لو جاءني زيد لأكرمته ولو خرج عمر لأدركه زيد فقولك لأكرمته ولأدركه زيد جواب لو فربما حذف الجواب وذلك نحو قوله تعالى ولو أن قرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كل ما به الموتى أي لكان هذا القرآن وقال الشاعر وجدك لو شيء أتانا رسوله سواك ولكن لم نجد لك مدفع هاشية البيت ممرئ القيس والرواية فيه أجدك لو شيء أتانا رسوله سواك ولكن لم نجد لك مدفع وقال لو أحد أتانا رسوله لما أجبناك ولكن لما أدفعك عن ذلك والبيت من إحدى قصائده وموضع الشاهد قوله لو شيء أتانا رسوله سواك إذ ليس ملي هنا جواب كما أنسك عن الجواب في قوله تعالى ولو أن قرآن سيورت به الجبال انتهت الحاشية أي لو أتانا رسول شيء سواك لما أتينا وشيء وارتفع بإذمار فعل فإنه قال لو كان شيء أتانا رسوله فمثله قول الله تعالى قل لو أنتم تنبكون خزائم رحمة ربي وأما قوله تعالى ولو أن قرآنا فتقديره عند أبي العباس لو كان أن قرآنا أو لو وقع أن قرآنا وكان سيبويه يذهب إلى أن لو إنما وليدها على التشبيه بلولا لأنها أصلها ومركبة منها وإنما لم تعمل لو وفيها معنى الشرط لمخالفتها حروف الشرط وذلك أنها لا ترد الماضي مستقبلا كما يفعل حرف الشرط ألا ترى أنك تقول إن قمت غدا قمت معك في معنى إن تقم غدا أقم معك ولا تقول لو قمت غدا قمت معك وإنما تقول لو قمت أنس وقمت معك هم ومنها هم وهي من الحروف الهوامل لأنها لا تختص بأحد القبيلين ولها موضعان أحدهما أن تكون استثهاما عن حقيقة الخبر وجوابها نعم أو لا وذلك قولك هل قام زيد هل عمر خارج قال الله تعالى فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم والثاني أن تكون بمعنى قد وذلك نحو قوله تعالى هل أتى على الإنسان قالوا معناه قد أتى على الإنسان ومثله قوله جل ذكره وهل أتاك نبع الخصم أي قد أتاك وهو كثير القرآن مذ ومنها مذ وهي على ضربين أحدهما أن تكون اسما فإن كانت حرفا جرت ما بعدها وإن كانت اسما ارتفع ما بعدها والاختيار أن ترفع بعدها ما مضى وأن تجر ما أنت فيه وذلك نحو قولك ما رأيته مذ يومان والتقبير بيني وبين لقائه يومان وقيل التقبير مدة فراقه يومان فمذ على الوجه الأول خبر المبتدأ ويومان مبتدأ وعلى الوجه الثاني تكون مبتدأة ويومان الخبر فمذ ها هنا اسم في الوجهين جميعا وتقول ما رأيته مذعانان حرف بمنزلة وهي في الزمان بمنزلة في المكان حاشية في السطر اضطراب على ما يظهر ويبدو أن أصل العبارة وتقول حرف جر بمنزلة في وهي في الزمن الحاضر بمنزلة من في المكان ومن لا تدخل على الزمان فأما قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم فقالوا تقديره من تأسيس أول يوم ولذلك قول سهير من الديار بقنة الحجر أقويم من حجج ومن دهري أي من مر حجج ومن مر دهري ورواه بعضهم مذ حجج ومذ دهري حاشية مطلع قصيدة يمدح بها زهير هرم بن سنين ابن سنان والقنة أعلى الجبل والحجر قال أبو عمر ولا أعرف إلا حجر ثمود ولا أدري هل هو ذاك أم ما وأقوينا أخلينا حجج جمع حجة ورواية أبي عمر من حجج ومن شهري ورواية أبي عبيدة من حجج ومن شهري انتهت الحاشية وقالوا كان من لغته أن يجر بمذ على كل حال والأصل في مذ مذ يدل على ذلك أنك لو سميت بمذ فصخرته لقلت منيذ وأن التصغير ورد الأشياء في غالب الأمر إلى أصولها الحروف الثلاثية منذ وهي تكون اسما وحرفا فإذا كانت اسما ارتفع ما بعدها على نحو ما ارتفع بعد مذ وإذا انجر ما بعدها كان حرفا وحكمها حكم مذ إلا أن الاختيار أن تجر بها على كل حال ما مضى وما أنت فيه تقول من ذلك ما رأيته منذ يومين ومنذ يومان ومنذ اليوم وإن جعلته اسما قلت ما رأيته منذ يومان أي بيني وبين لقائه يومان ومدة فراقه يومان وزعم بعض الكوفيين أنها مركبة من من وإن وعصلها من إن إلا أن الهنزة خذفت ووصلت من بالذال وظمت المين من فرق بين من مفردة ومركبة فإذا جررت ما بعدها غنبت حكم من وإذا رفعت ما بعدها غنبت حكم إن محركت الذال من منذ والتقاء الساكرين وظمت من يتبع الظم الظم هذا مذهب البصريين وقال الفراء ظلت منذ لأنها تدل على معنى حرفين هنا من وإلى وذلك أنك إذا قلت ما رأيته منذ يومين كان معناه ما رأيته من أول يومين إلى وقتنا هذا وقد جعل الفراء هذا قياسا مطردا قال ظلت محن على الظم لأنها تدل على معنى التثنية والجمع وكذلك قبل وبعد يدلان على أن معناهما في أنفسهما ومعنى المضاف إليه وكذلك ضرب ظل على الظم لأنه يدل على معنى الفاعل ومعنى المفؤول في أشباه ذلك نعم وهي حرف من الحروف الهوامل تكون جوابا وهي عدة وتصديق وهي نقيبة لا يقول القائل هل أنا كزيد فيقول نعم ولا أجاب بها إلا في التحقيق بلان وهي من الحروف الهوامل وهي جواب التقرير فيقول القائل ألم أحسن إليك فتقول بلى قال الله تعالى أمست بربكم قالوا بلى ولا يجوز هنا نعم لأنه يسير كفرا وذلك أنه يقول إلى معنى نعم لست بربنا وهي تكتب بليا لأن الإمال تحسن فيها ثم وهي من الحروف الهوامل ومعناها العقف وهي تبني على التراخي والمهلة وذلك نحو قولك قام زيد ثم عمر والمعنى أن عمرا قام بعد زيد وبينهما مهلة فأما قوله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم والمعنى والأمر بالسجود كان قبل خلقنا ففيه ثلاثة أقوال من العلمة أحدها أن التقدير ولقد خلقنا أباكم آدم وصورناه ثم قلنا للملائكة اسجدوا له وجاء هذا على حد كلام العرب وذلك أنهم يقولون نحن هزناكم يوم كذا أو كذا أي آباؤنا هزموا آباءكم ومنه قوله تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها أي وإذ قتل آباءكم لأن الذين شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن هذه القصة لهم وإنما كانت للذين شاهدوا موسى عليه السلام والثاني أن الترتيب وقعها هنا في الخبر وهذا كقولك وقيت اليوم زيدا فقلت له كذا وكذا ثم إني قلت له بالأمر كذا وكذا والثالث أن ثم هاهنا وقع موقع الواو باشتراكهما في العطف وإنما لم تعمل ثم لأنها لا تختص بأحد القبيلين ومن العرب من يقول ثم فيبدل من الثائفاء على حد قولهم جدث وجدث وثوم وثوم في أحد القولين وكذلك ما جرى مجراه ومنهم من يقول ثمت جيري وهي حرف مقصل به وقيل معناه نعم قال امرؤ القيس لم تفعلوا فعل آل حمضلة إنهم جيري بأسم تمر هاشية الذيت من مقطوعة بمرئ القيس ويمدح بها العوير بن شجنة وقومه بني عوف وقومه لم تفعلوا فعل آل حمضلة أي لم يغضروا بي ولا أسلموني كما فعلت بني حمضلة بشرح دولة عمه إذ أسلمته يوم الكلاب فقتله أبو حنش التغلب وجيري في معنى حسب وقيل معناها حقا وهي في معنى القسم وقوله بئس تمر أي بئس ما أتوا به من خبلان شرح دول وإسلامه انتهت الحاشية وإنما كسرت من ثقاء الساكنين ولم تفتح حملا على أين وكيف لأنه لم يكثر استعمالها كما كثر استعمالهما خلاء وهي على ضربين أحدهما أن تكون فعلا والثاني أن تكون حرفا وهي في كل الوجهين استثناء فمن جعلها فعلا نسب ما بعدها وذلك قولك خرج القوم خلازيدا ومن جعلها حرفا جر ما بعدها فقال خلازيد فإن جئت بها بعد ما نصبت لا غير وذلك نحو خرجوا ما خلازيدا وإنما لن يجزل جرها هنا لأنه لا يصح أن يوصل بالفعل وما جرى مجرى وأجاز الكسائي الجرى على زيادة ما وهو قبيح لأن ما لا يزاد أولا وقد ذكر موضع زيادتها ربا وهي من الحروف العوامل ولا تعمل إلا في النكرة ولها صدر الكلام لمبارعتها حرف النفي تقول من ذلك رب رجل أكرمته ورب فرس ركبته وقد أدخلوها على المذمر على شريطة التفسير فمن ذلك قوله ربه رجلا وربها امرأة نصبوا رجلا وامرأة على التفسير وهي مشددة وأما قول أبي كبير الزهير إن يشد القبال فإنه رب هيظل نجب لففت بهيظل حاشية هو أبو كبير الهدلي واسمه عامر بن حليس وفي الأصل كثير مكان كبير والهيظل جماعة من الناس مغزى بهم انتهت الحاشية فمن الضرورات وليس بلغة فالدليل على ذلك أن كل حرف على حرفين لا يكون إلا ساكن الثاني نحو هل وبل وما أشبه ذلك وقد تزاد عليها ما فوليها الفعل فيقال ربنا قام زيد ويخفف فيقال ربنا ويؤنث فيقال ربتنا وهذا على تأنيث الكلمة وكذلك ربت وثمت ولات في أحد القول حاشية هناك قولان آخران أحدهما أنها لا النافية والتاء زائدة في أول الحين وهو رأي أبي عبيدة واستدل بأنه وجدها في مصحف عثمان مختلفة بحين في الخرب والقول الآخر أنها فعل ماض في الأصل انتهت الحاشية وحكى أبو حات فتح الراء في جميع ذلك وهو شاذ على تكون اسما وفعلا محرفة فما جاءت فيه اسما قولهم جئت من عليه أي موقه قال الشاعر غدت من عليه بعدما تنظنها تصل وعن قيض بزيزاء مجهل أي من شوقه وقال الآخر غدت من عليه وانفذ الطل بعدما رأت حاجب الشمس اعتلاه ترفع حاشية البيت بيزيد بن الطفرية أي غدت من فوقه وأن حرف الجر لا يدخل على حرف الجر انتهت الحاشية فأما كونها فعلا فنحو قولك على زيد من جبل قال الله تعالى إن فرعون على في الأرض وقال طرفه وعلى الخيل دماء كالشقر حاشية عجز البيت وصدره وتساق القوم كأسا مرة وتساق القوم سقى بعضهم بعضا أي غال بعضهم بعضا والشقر شقائق النعمان أو هو شجر له ثمر أحمر انتهت الحاشية وإذا كانت حرفا كانت من الحروف العوامل وعملها الجر ومعناها الاستعلاء نحو جلست على الكرسي وصعدت على البيت ثم تجري مجر المثل فيقال على زيد ديم فمررت على زيد وقد قيل تقديره مررت على موابع زيد وقد وضعوها موضع البا وعلى ذلك تأول قراءة من قرأ وما هو على الغيب بظنين أي بالضاء أي بالغيب لأنه لا يقال ظننت عليه بكذا حياتهمته فأما من قرأ ظنين بالضاد فعلى في موضعها لأنه مقال ظننت عليه بكذا أي بخلت ومما وضعت فيه موضع البا قول قمر بن أبي ربيع فقالت على اسم الله أمرك طاعة وإن كنت قد كلفت ما لم أعودي فإذا أضافوا على إلى المغمر قلب الألف ياء فقالوا عليك ومثل ذلك إليك ولديك قال الخليل أرادوا أن يفرقوا بين المتمكنة وغير المتمكنة نحو عليك وإليك سوف وهي من الحروف الهوامي وهي عدة وتنفيس وذلك قولك سوف أخرج وسوف أنطلق وهي مبنية على الفتح وفتحت كراهية للخروج من الواو إلى الكسر مع كثرة الاستعمال ولم تعمل وهي مختصة بالفعل لأنها صارت كأحد أجزائه بمنزلة لام المعرفة في الأسمان ودلك على ذلك قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى وهذه اللام إنما تدخل على الاسم والفعل المفارع فلولا أن سوف صارت كأحد حروف الفعل لما جاز أن تدخل عليها اللام وقد حكي سو أقوم وهو من الشاذ الذي لا يؤخذ به إن وهي من الحروف العوامل تنصد الأسماء وترفع الأخبار واسمها مشبه بالمفعول وخبرها مشبه بالفاعل ولها أربعة مواضع أحد أحدها الابتداء نحو قولك إن زيدا قائم والثاني بعد القول وذلك قولك قال زيد إن عمرا منطلق والثالث بعد أفعال الشك والعلم إذا كانت اللام في الخبر وذلك قولك ظننت أن زيدا لقائم وعلمت إن أخاك لخارج قال الله تعالى والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون والرابع بعد القسم نحو قولك فالله إنك قائم فبعض الأربي يفتحها هاهنا والكسر أكثر وأقيس لأنها موضع ابتداء وإنما نصبت إن وأخواتها ورفعت لأنها أشبهت الفعل في أربعة أوجه أحدها أن الضمير يتصل بها على حد اتصاله بالفعل وذلك كقولك إنني وإنك وإنه كما تقول أكرمني وأكرمك وأكرمه والثاني أن معناها معنى الفعل التوكيد والتحقيق والثالث أنها تطلب اسمين كما يطلبه الفعل المتعد والرابع إن أواخرها مفتوحة كأواخر الفعل الماضي وإنما قدنا المنصوب فيها على المرفوع لأن لا يشبه الفعل لأنها على زنته بخلاف وذلك أما أشبهت الفعل معنى وإن أشبهته لفظا ومعنى فلو قدم مرفوعها على منصوبها لتوهن أنها فعل وأيضا فإنك لو قدمت المرفوع مجازة أن تذمر ولو أذمر لاتصل بأن وهو ظنر رفع وظنر الرفع إذا كان ذي المتكلم أو المخاطب كانتا ساكنا ما قبلها ولو أسكنت لحذفت إحدى النونين والتقاء الساكنين فكنت تقول أنت وهذا تصريف والتصريف لا يكون في الحروف فلما كان تقديم المرفوع يؤدي إلى هذا رفع فيقول بمعنى أجل قال الشاعر ولا أقوم بدار الهوان ولا أمي إلى الغبر أخشى بونه الحنج حاشية كذا بالأصل ولن ناثر على الشاهد في مضامه التي رجعنا إليها والتحميج فدامة النظر مع فتح العينين وإدارة الحدقة فزعا وقد يكون الحمج اسما منه وقد تكون الخمج بالخاء وهو الفتور وسوء الثنى انتهت الحاشية ويقولون إنه فيلحقون الهاء نحو قوله وقد كبرت فقلت أنه حاشية كما منذيت ويقل شيب قد علاك وقد كبرت فقلت أنه وهو لعبيد الله ابن قيس الرقيات ونقب بالرقيات لأنه تغزل بنسوة اسم كلهن رقيه انتهت الحاشية أي أجل وأجاز ابن السراج أن تكون الهاء اسم إن والخبر محذوث والمعنى إنه كذلك وقد تأول بعضهم قوله تعالى إن هذا ملسا حرام على معنى أجل وفيه نظر لأجل دخول اللام في الخبر وأحسن ماتين في هذا أنه لغة للحرث بن كعب لأنهم يقولون رأيت الزيدان ومررت الزيدان وقد يكون فعلا على وجوه صناعية ولغوية الصناعية أن تقول وأيت أي وعدت فإذا أمرت بالنون الثقيلة مؤنثا قلت إني هذه ومن ذلك آن الوقت يأين أي حان فإن أمرت مؤنثا مجموعا قلت إنا كما تقول بعن يا مسوة وكذلك إذا أخبرت عن جماعة مؤنث وتقول إن يا زيد إذا أمرته بالأمين ومن ذلك إن في المكان إذا بنيت الفعل للمفهول وأصله إن إلا أنك كسرت أوله خلاسا على قولهم حل في المكان أي حل وذلك أنهم مشبهون المضاعف بالمعتل فيكسرون أوله كما يكسرون أول قيل وبيع وما أشبه ذلك ومن موادعها قولك إلا إلا قائم فألقيت حركة الهمزة على النون ثم أضرمت النون في النون وهذا كقوله تعالى لكن ما هو الله ربي أي أنا هو الله ربي وقد تقدم شرحه من فضلك تابع بقية المادة بسم الله الرحمن الرحيم يصر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطق أن تقدم لكم هذه المادة معاني الحروف لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني أن وهي من الحروف العوامل وعملها نصب الاسم ورفع الخبر وحكمها في ذلك حكم المكسورة الهمزة وعلتها كعلتها إلا أن تلك حرف وهذه تكون ما بعدها أسماء وذلك قولك بلغني أن زيدا منطلق وكرهت أنك خارج وعجبت من أن أخاك ذاهب ولا يجوز إدخال اللام على خبرها إلا في شدود وقد تقدم ذلك فإن وقعت قبلها أفعال الشك فاليقين جاز إدخال اللام على خبرها وكسرها نحو قولك ظننت أن زيدا لقائم وعلمت أن أخاك لذاهب ولا يجوز مثل ذلك مع غير أفعال الشك واليقين ويقول بمعنى لعله حكى الخليل ائتي السوق أنك تشتري لنا شيئا أي لعلك وعلى ذلك حمل قوله تعالى وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون في مذهب من فتح أي لعلها حاشية من سورة الأنعام ومن من قرأ إنها بكسر الهمزة ابن كثير وأبو عمر وتكون الجملة مستأنفة للإخبار بعدم إيمان من طبع على قلوبهم ولو جاءتهم كل آية انتهت الحاشية وتكون فعلا على ضربين أحدهما أن تكون من الأنين تقول أن زيد في مرضه أمين والثاني أن يكون من قولهم أن الماء يأنه أن إذا صده ليت ليت وهي من الحروف العوامل وعلتها في عملها كعلة إنا وأنا ومعناها التمني تقول حين ذلك ليت زيدا قائم وليت أخاك عندنا فتنصب الاسم وترفع الخبر إذا كان مفردا فإذا كان غير مفرد حكمت عليه بالرق فأما قوله يا ليت أيام الصباء رواجعا فعلى حذف الخبر وتقبيره يا ليت أيام الصباء لنا رواجعا وأهم الكوفة يزعمون أن الراجز أجرى ليت مجرى وددت لأنها في معناها وقالوا ليت شعري والمعنى ليتني أشعر شعرا والأصل شعرة إلا أنهم حجفوا الهاء تخفيفا للفرق بينه وبين المعنى الآخر حاشية المعنى الآخر للشعرة هو شعر الآن ألا ألا وهي من الحروف الهوامل ولها مواضع أحدها أن تكون تنبيها وافتتاحا للكلام نحو قولك ألا لعنة الله على الظالمين والثاني أن تكون عرضا نحو قولك ألا تنزل فتصيب خيرا ألا تقصدنا فنكرمك والثالث أن يكون تحضيظا نحو قولك ألا أكرمت زيدا ألا عمرا لقيته وقد يكون تمنيا وتنصب بعدها النكرة إلى تنويل فقولك ألا ماء باردا وإن شئت قلت ألا ماء بارد وحكمها حكم لا في ذلك قال حسان ألا طعان ألا فرسان عادية إلا تجشئكم عند التنانير وأما قول الآخر ألا رجلا جزاه الله خيرا يدل على محصلة كبيت فقال الخليل هو على إضمار فعل كأنه قال ألا تروني رجلا كما يقول ألا خيرا من ذلك ألا معنى ألا يأتي خيرا من ذلك وقال يونس نون مضطرا وتقول ألا رجل أفضل منك تنصب أفضل على مذهب سيبويه وأجاز المازني الرفع على الموضع إلا وهي من الحروف العوامل وعملها الجر ومعناها انتهاء الغاية تقول خرجت إلى المسجد وقصدت إلى أخيك وذهب بعض النحويين إلى أنها تكون بمعنى مع كقول العرب الزود إلى الزود إبل أي مع الزود وحملوا عليه قول الله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم أي مع أموالكم وجوزوا أن تكون إلى هاهنا على بابها والتقدير الزود مضاف إلى الزود وكذلك الآية كأنها في التقدير ولا تأكلوا أموالهم مضافة إلى أموالكم ومن ذلك قوله تعالى من أنصاري إلى الله قالوا ويكون بمعنى عنده قالوا وتكون بمعنى فيه وأنشدوا وإن يلتقي الحي الجميع تلاقني إلى ذروة البيت الرفيع المصمدين إذن ومنها إذن وهي من الحروف التي تعمل مرة ولا تعمل أخرى وعملها النصب في الفعل خاصة وهي جواب من قال سأفعل ولها ثلاثة أحكام أن تقع مبتدأة فهذه عاملة تقول من ذلك إذن أكرمك وإذن أحسن إليك والثاني أن تقع بين الشيئين لا يستغني أحدهما عن الآخر فهذه لا تعمل شيئا وذلك نخو قولك زيد إذن يكرمك وعبد الله إذن يحسن إليك فأما قول الشاعر لا تتركني فيهن شطيرا إني إذن أهلك أو أطيرا ففيه قولان أحدهما أن خبر إن محذوف كأنه قال إني تارف إذن أهلك أو أطير والثاني أن الشاعر لما اغطر شبه إذن بلا فنصب بها كما ينصب بلا وذلك أنها تدل على الاستقدام كما تدل لن وهي جواب لمن قال سأفعل كما أن لن جواب لمثل ذلك والثاني أن تكون مخيرا في الإعمال والإهمال وذلك إذا دخلت عليها الفاء أو الواو نحو قولك فإذن يكرمك وإذن يحسن إليك وإن شئت نصبت قال الله تعالى وإذن لا يلبثون خلافك إلا قليلا وفي بعض المصاحف وإذن لا يلبثون خلافك وهي في عوامل الأفعال لمنزلك أرى في عوامل الأسماء ألا ترى أن أرى إذا توسطت جاز إلغاؤها وإعمالها وإذن تتوسط ملغات لا غير لأن عوامل الأفعال أضعف من عوامل الأسماء والاختيار عند البصريين أن تكتب إذن بالألف والاختيار عند الكوفيين أن تكتب بالنون لأنها نون في الحقيقة وليست بتنوين أيا وهي من الحروف العوامل ننبه بها المنادة وذلك إذا كان بعيدا منك أو نائما أو متراخيا تقول أيا زيد أيا عبد الله قال ذو الرمة أيا ضبية الوعساء بين جلاجل وبين النقى أأنت أم أم سالمي هيا هيا ومجراها مجرا أيا تقول من ذلك هيا زيد وهيا عبد الله والهاء بدل من الهمزة كما أبدلوها في هرقت الماء وهبرت الثوبة وهرحت الدابة في أشباه ذلك الحروف الرباعية حاشا وهي من الحروف العوامل وعملها الجر ومعناها للستنان تقول من ذلك ذهب القوم حاشا زيد هذا مذهب سيبوي وذهب أبو العباس إلى أنها فعل تنصب ما بعدها وذلك قولك ذهب القوم حاشا زيدا واستبل على ذلك بقولهم حاشا يحاشي وأنشد النابغة ولا أرى فاعلا في الناس يشبهه ولا أحاشي من الأقوام من أحد ولا دليل في هذا لأنه يجوز أن يكون هذا الفعل مشتقا من الحرب كما اشتقا نحو هللت من لا إله إلا الله وسبحت من سبحان الله وكبرت من الله أكبر والدليل على صحة قول سيبوي امتنعهم من أن يقولوا ذهب القوم ما حاشا زيدا كما يقولون ما خلا زيدا وما عدا عمرا وذلك أن خلا وعدا فعلان والفعل ما يوصل به وحاشا حرف والحرف لا يكون صلة قال الزجاج أصله من الحشا وهو الناحية قال الشاعر يقول الذي أنسى إلى الحزن أهله بأي حشا أنسى الخليط المباين ويقال حاشا وحاشا وحشا وحشا وفي هذا الحرف تقوية لمذهب أبي العباس لأن الحروف لا تحذف منها حتى وهي من الحروف التي تعمل مرة ولا تعمل أخرى فإذا عملت كانت جارة وكان معناها الغاية كقولك قام القوم حتى زيد وسرت حتى المغربي قال الله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر تقدر مرة تقدير مع ومرة تقدير إلى وعلى هذا تقول أكلت السمكة حتى رأسها إن جعلتها بمعنى مع كان الرأس مأكولا وإن جعلتها بمعنى إلى كان الرأس غير مأكول ولكن الأكل انتهى إليه ويضمر بعد حتى أن إذا دخلت على الفعل وذلك قولك سرت حتى أدخلها والمعنى إلى أن أدخلها وإنما احتجت إلى إضمار أن من قبل أن حتى من عوامل الأسماء وعوامل الأسماء لا تعمل في الأفعال فأضمرت أن لتكون مع الفعل مصدرا إذ المصدر اسم فتكون حتى داخلة على الاسم فإذا نصبت الفعل جاز أن تقدر حتى تقديرك إذا جعلت السير سببا للدخول وجاز أن تقدرها تقديرا إلى إذا جعلت الدخول غاية سيره ويجوز الرفع على معنيين أحدهما أن تريد سرت فدخلت والثاني أن تريد الحالة كما حكي عن العرب المرض حتى لا يرجونه أي حتى الآن لا يرجع وقد قرعت القراء وزلزلوا حتى يقول الرسول وحتى يقول الرسول فأما الهاملة فتجري مجرى الواوي في العقل لأنها تدل على التعظيم والتحقير تقول في التعظيم مات الناس حتى الأنبياء والملوح وتقول في التحقير وصل الحاج حتى المشات والصبيان والنساء وعلى هذا تقول أكلت السمكة حتى رأسها أي ورأسها وقد تجري حتى مجرى حرف من الحروف الابتداء فيقع بعدها الجمل وذلك نحو قولك سار القوم حتى زيد سائر قال جرير حتى ماء دجلة أشكلوا حاشية كتمة البيت وما زالت القتلى تمور دماؤها بدجلة حتى ماء دجلة أشكلوا هذه رواية الدوان هذه رواية الدوان وفي المغني فما زالت القتلى تمج دماءها والشاهد في أنه أجرى حتى مجرى حرف من الحروف الابتداء ووقعت بعدها جملة ماء دجلة أشكلوا انتهت الحاشية وتقول ضربت القوم حتى زيدا ضربته فيجوز في زيد ثلاثة أوجه النصب على وجهي أحدهما أن يعطف بحتى على القوم والثاني أن تنصبه بإضمار فعل يدن عليه ضربته وأما الرفق فعل الابتداء وما بعده الخبر وأما الجر فبحتى على أن تجعل ضربته توكيدا بعد أن مضأ كلامك على الجر وهذا البيت ينشد على ثلاثة أوجه ألقى الصحيفة كي يخفف رحله والزاد حتى نعله ألقاها كأن وهي من الحروف العوامل وعلتها كعلة أن إن وأن وليت وعملها كعملهن ومعناها التشبيه فإن خففتها كان لك وجهان الرفع والنصب تقول كأن زيد أسد وكأن زيدا أسد وقد أجاز مررت برجل كأن زيد على زيادة أم كأنه قال كزيد وأما قول الآخر ويوما ترى فيه بوجه مقسم كأن ضبية تعطو إلى وارف السلم فينشد على ثلاثة أوجه بالرفع وكأن ضبية بالنصب وكأن ضبية بالجر فمن رفع جعل ضبية مبتدأ وأضمر الخبر كأنه قال كأن ضبية من صفاتها كذا وكذا هذه المرأة ومن نصب أعمل كأن مخففة كما كان يعملها متقلة وجاز ذلك يُقِبَ لأنها إذا عملت لشبهها بالفعل من الوجوه التي تقدم ذكرها والفعل قد يعمل محلوفا وذلك قولهم لم يكن زيد قائما وقد قرأ أهل المدينة وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم فأعملوا أن مخففة كما كانوا يعملونها متقلة وكأن كإن في ذلك وقد حكى سيبويه والأخفش ذلك قال الشاعر ووجه مشرق نحري كأن تدييه فقان يُنشد رفعا ونصبا فمن نصب فعلى أنه أعمل كأن مخففة ومن رفع فعلى الابتداء وفي كأن ضمير المجهون أي كأنه تدياه ثقان وقد قيل إن من رفع ضبية جعلها خبر كان وأضمر اسمها والتقدير كأنها ضبية ومن جر جعل أن زائدة فأنه قال كضبية كلا وهي تأتي على ضربين أحدهما أن تكون ردعا ونفيا فقوله تعالى ليكون لهم عزة كلا وقال تعالى قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا أي لا على طريق الزجر الرادع والثاني أن يكون بمعنى قولك حقا ومنه قوله تعالى كلا إن الإنسان ليطغى إلا أنك تكسر بعدها إن بخلاف قولك حقا لأن كلا حرف وحقا مصدر وما بعد كلا مستأنف مبتدأ وأصلها الردع والزجر على ما ذكر لو لا وهي من الحروف الهوامل وقد ذكر أنها مركبة من لو ولا ولها موضعان أحدهما أن تكون تحضيظا وذلك قولك لولا أكرمت زيدا لولا أحسنت إلى عمر أي هلا قال الله تعالى لولا ينهاهم الربانيون أي هلا وقال الشاعر تعدون عقرني بأفضل مجدكم بني ظوطر لولا الكمية المقنعة أي هلا تعدون الكمية المقنعة أفضل مجدكم ولا ينيها إلا الفعل مظهرا أو مضمرا والثاني أن يكون الامتناع الشيء لوجود غيره وذلك نحو قولك لولا زيد لأكرمتك فزيد يرتفع بالابتداء والقبر محضور أي لولا زيد بالحضرة أو عندك أو ما أشبه ذلك هذا مذهب سيبوي وقولك وقد حكى أبو جعفر أحمد بن محمد المعروف بذن النحاس أنها تكون جحدا في قوله تعالى لولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها وقال غيره هي تحضيظ فقوله لولا أكرمت زيدا ولولا أحسنت إلى عمر وما أشبه ذلك لوم وهي من الحروف الهوامل ومعناها التحضيظ وهي مركبة من لو وما تقول لوم أكرمت زيدا ولوم أحسنت إلى عمر قال الله تعالى لوم تأتينا بالملائكة بمعنى هلا ولا يليها إلا الفعل مظهرا أو مضمرا على ما تقدم في لولا لعل وهي من الحروف العوامل تنصب الاسم وترفع الخبر وعلتها كعلة إنا وأنا وكأنا وفيها لغات قد يقال لعل ولعنى وعنى ورعنى وأنى قال أفصح لعنى وعنى وأنى قال الله تعالى لعلك باخع نفسك وقال الراجز وأبتي عنك أو عساك حاشيا هو لرؤبه وصدره تقول ابنك قد أنا آناك أي حان وقتك انتهت الحاشية فأما إن فقد تقدم ذكرها وقد حكي أن بعض العربي يجر بها وأنشد النحويون فقلت ادعو أخرى وارفع الصوت ثانيا لعل أبي المغوار عنك قريب وهو من الشاد وتقول لعلني أفعل كذا ولعني والنون الأصل وإنما حذفت تشبيها بحذفها من أني وكأني لقرب مخرج اللام في النون وحذفت من أني وكأني كراهة لاجتماع النونات وقد حذفوها مع ليت فقالوا ليتي قال الشاعر كمنيت جابر إذ قال ليتي حاشية قاله زيد الخير الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم زيد الخير وهو من المؤلفة قلوبهم انتهت الحاشية إلا وهي من الحروف الهوامل ولها مواضع أحدها أن تكون استثناء ولا يخلو ما قبلها أن يكون موجبا أو منفيا فإن كان ما قبلها موجبا انتصب ما بعدها على كل حال تقول من ذلك قام القوم إلا زيدا ينصب زيدا بالفعل المتقدم إلا أنه يصل إليه بوساطة إلا كما تنصب ما بعد الواو التي بمعنى مع بالفعل الذي قبلها مع وساطة الواو وهذا مذهب سيبوي وقال أبو العباس إلا بدل من أستثني وهذا يفسد بقولهم قام القوم غير زيد ألا ترى أنه لا يصح هاهنا أستثني غير زيد وقال الفراء الأصل في إلا إن لا فأسكنت النون وأدغمت في اللهم فإذا نصبت نصبت بأن وإذا رفعت رفعت بلا وهذا فاسد لأنه لا خلاف بينهم في جواز ما قام إلا زيد برفع زيد لأنه لا شيء قبله يعطف عليه وليس في الكلام منصوب فتكون إن عاملة فتكون إن عاملة فيه وإذا كان كذلك فسد ما ذهب إليه وقال الكسائي انتصب المستثنى في قولك قام القوم إلا زيد بأن محذوفة هي وغيرها والتقدير إلا أن زيدا لم يقم وهذا تفسير اللق وحكي عنه أيضا أنه قال انتصب المستثنى بأنه شبها بالمفؤول وهذا يقرب من قول البصريين وإذا كان ما قبلها منفيا وتم الكلام جاز لك فيما بعد إلا البدل والنصب والبدل أجود وذلك قولك ما قام أحد إلا زيد وما مررت بأحد إلا زيد قال الله تعالى ما فعلوه إلا قليل منهم ويجوز أن تقول في جميع ذلك إلا زيدا وقد قرأ بن عامر إلا قليلا على أصل الاستثنى فإن قدمت المستثنى نصب على غير فقلك ما قام إلا زيدا أحد وما لي إلا إياك صديق وما وما إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهب فإن فرغت ما قبل إلا لما بعدها عمل فيه بقسطه من الإعراض وذلك ما قام إلا زيد وما رأيت إلا زيد وإلا ها هنا إنجاب وليست استثناء لأنه ليس قبلها ما يستثنى منه وإذا كان الاستثناء من غير الجنس نصبت على لغة الحجازيين وأبدلت على لغة التميميين وذلك قولك ما في الدار أحد إلا حمارا أو إلا حمار وما مررت بأحد إلا وتدا وإلا وتد ويروى قول النابغة إلا الأوارية وأواري بالنصب والرفع فمن نصب فعلى الاستثناء المنقطع ومن رفع فعلى البدل من موضع من أحد وهذه من بيت قبله ودار مية بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأمد وقفت فيها أصيلالا أسائلها عيت جوابا وما بالربع من أحد ولا يجوز الجر على اللف لأن بعد إلا موجب ومن لا تزاد على الموجب والسبويه يقدر الاستثناء المنقطع بلاك والفراء يقدره بسوى وزعم أبو عبيدة أن إلا قد تكون بمعنى لا قال ذلك في قوله تعالى لأن لا يكون للناس عليكم فجة إلا الذين ظلموا ورد ذلك الزجاج وغيره وقال هو استثناء من غير الجنس على معنى لكن على حد قولهم ما زاد هذا المال إلا نقص أي لكن ما نقص ويقال إلا أقم أقم والأصل إن لا تقم فأدغمت النون في اللام وليست من الأولى في شيء ولكنها تشاركها في اللفظ قال زهير جريء متى يظلم يعاقب بظلمه سريعا وإلا يبدى بالظلم يظلم من فضلك تابع بقية المادة أما وهي من الحروف الهوامل ولها موذئان أحدهما أن تكون لتفصيل الجمل وذلك نحو قولك جاءني إخوتك فأما زيد فأكرمته وأما عمر فأهنته وأما جعفر فأعرضت عنه قال تعالى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحج والثاني أن تكون قطعا وأخذا في كلام المستأنف وعلى هذا يرد ما يأتي في أوائل الكتاب نحو قولك أما بعد كذا ولها موذع ثالث هي فيه مركبة وذلك قولك أما أنت منطلقا انطلقت معك والأصل أنما أنت فأدغمت النون في النون فأدغمت النون في المين بعد أن قلبت إلى لفظها وما عوض من الفعل المحذوف والتقدير إن كنت منطلقا فحذفت كان وأوض منها ما وأتى الضمير المنفصل لأن التاء ضمير متصل لا يقوم بنفسه ونصبت منطلقا لأنه خبر كان المحذوف موضع أن مصب لأنه مفعول له والمعنى من أجل أن كنت منطلقا إن فلقت معك وأنشد سيبويه أبا خراشة أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع إما وهي من الحروف الهوامل ولها موضع واحد هو الشك وذلك قولك أكلت إما خبزا وإما تمرا أنت متيقن أنك أكلت أحدهما وشاك فيما أكلت منهما والفرق بين إما وأو أنك إذا قلك أكلت إما خبزا وإما تمرا فقد اتدأت بالشك وبنيت كلامك عليه ونظير ذلك قولك ومنت زيدا قائمة ألا ترى أنك بنيت كلامك على الشك وإذا قلت أكلت خبزا أو تمرا فإنما اعترضك الشك بعد أن مضى صدر كلامك على اليقين ونظير ذلك زيدا ظننت قائمة مضى صدر كلامك على اليقين ثم اعترضك الشك والثاني أن يكون تخيرا وذلك قولك جالس إما الحسن أو ابن سيرين وتعلم إما اللغة وإما النحو أي أنت مخير في أحدهما والثالث أن تكون إذاحة ومسائل الإباحة كمسائل التخير وإنما يقع الفرق بينهما بالقرائم وليست إما من حروف العطف كما يذهب إليه بعض النحوين يدمك على ذلك أنك إذا قلت رأيت إما زيدا وإما عمر لم يخلو قومك إما زيدا وإما عمر أن تكون إما الأولى عاطفة أو الثانية فلا يجوز أن تكون الأولى حرف عطف لأن حرف العطف لا يبتأ به ولا يجوز أن تكون الثانية لأن الواوى حرف لأن الواوى حرف عطف ولا يجمع بين حرفي عطف شيء من الكلام وإذا تبين ذلك بطل أن تكون عاطفة ولكن النحويين لما رأوا إعراب ما بعدها كإعراب ما قبلها ذكروها مع حروف العطف تقريبا واتساعا ولئما موضع آخر هي فيه مركبة من إنا وما وذلك في الشرط نحو قولك إما تخرجن فأخبرني قال الله تعالى فإما ترين من البشر أحدا فقودي وقال الأعشى فإما كريني ولي منة فإن الحوابث أودى بها والجزم بإن وماء زائدة كما زيدت في نخ أينما وحيثما وما أشبه ذلك هل وهي من الحروف الهوامل ومعناها التحضير ولا يليها إلا الفعل مظهرا أو مضمرا لاختصاصها به وهي مركبة من هل ولا تقول من ذلك هل لا أكرمت زيدا هل لا أتيت خيرا من ذلك فإذا أضمرت الفعل قلت هل لا زيدا هل لا خيرا من ذلك أي هل لا أكرمت زيدا هل لا أتيت خيرا من ذلك تذمر فعلا تدن عليه الحال المشاهدة فمن العرب من يقول ألا أكرمت زيدا ألا أحسنت إلى عمر لما وهي من الحروف التي تعمل مرة ولا تعمل أخرى ولها ثلاثة مواضع أحدهما أن تكون نافية وذلك قولك لما يقم زيد لما يخرج عمر وأصلها لم زيدت عليها ماء وهي جواب من قال قد قام وقد خرج قال الله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم وتدخل عليها الهمزة فيقال ألما يقم والواو ويدخل عليها الفاء والواو فيقال فلما ولما وما أشبه ذلك والثاني أن يقع بعدها الشيء بوقوع غيره وذلك نحو قولك لما جاء زيد أكرمته ألا ترى أن الإكرام إنما وقع بوقوع مجيء زيد وكذلك لما قصدني عمر أحسنت إليه قال الله تعالى فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه وأن بعد لما زائدة بخولها كخروجها والثالث أن تقعد معنى إلا حكى سيبويه نشتك الله لما فعلت أي إلا فعلت ومثل ذلك بالله لما فعلت وقد قدر جلة النحوينين على ذلك قوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ فإن بمعنى ما ولما بمعنى إلا لكن تكون مخففة ومثقلة فالمخففة غير عاملة والمثقلة عاملة ومعناها في كل الحالتين الاستدراك والتوكيد فالمخففة كقولك ما قام زيد لكن عمر وتعطف ما بعدها على ما قبلها ولا بد أن يكون في صدر كلامك نفي إذا عطفت المفرد على المفرد ولا يجوز أن تعطف بها المفرد على المفرد بعد الموجب فإن كان بعدها جلة زاز أن تقع بعد الموجب وذلك قولك قام زيد لكن عمر لم يقم وإنما وجب أن يكون كذلك من قبل أن ماء بعدها مخالف لما قبلها فإذا كان ما قبلها مجبا كان ما بعدها من فيها وأما المثقلة فهي من أخوات إن وعملها كعملها وذلك قومك أتا لي زيد لكن عمرا لم يأتني وكذلك خرج عبد الله لكن محمدا مطيم وقد أدخلوا على خبر هنلام وذلك قوله ولكنني من حبها بعميد حشية ونص النحات أكثرهم على أن هذا الشاهد لا يعلم قائله ولا تعرف له تتمة ولا سابق أدى بن عقيل الذي رواه بيتا كاملا دون أن ينسبه ونومونني في حب ليلة عواجلي ولكنني من حبها لا أميد وهذا من الشاهد الذي لا يقاس عليه وقد اضطر الشاعر فحذف النون من المخففة وذلك قوله فلست بآتيه ولا أستطيعه ولكن اسقني إن كان ماء كذا فضلي يريد ولكن اسقني فاضطر فحذف النون لالتقاء الساكنين وكان حقه أن يقسر النون إلا أنه حذف ليتزن له البيت تم الكتاب والحمد لله وحده وصلواته على سيدنا محمد وآله الطاهرين وسلم تسليما كثيرا وهكذا نأتي إلى ختام كتاب معاني الحروف لعبي الحسن الرماني تحقيق الدكتور عبدالفتاح إسماعيل شلبي وفيما تبقى من الشري إليكم هذه الأبيات من ديوان الإمام الشافعي وهو مسجل لدينا كاملا على أشريطة أخرى العقل وحده لا يغني لو كنت بالعقل تعطى ما تريد إذن لما ظفرت من الدنيا بمرزوق رزقت مالا على جهل فعشت به فلست أول مجنون ومرزوق ثم يقول بعنوان علمي معي علمي معي حيثما يممت ينفعني قلبي وعاء له لا بطن صندوق إن كنت في البيت كان العلم فيه معي أو كنت في السوق كان العلم في السوق ثم يقول بعنوان الصديق ربما أخفأ في حق الصديق دام نفعا فضر من غير قصد ومن البر ما يكون عقوق ما يقول بعنوان هو الحظ قال محمد بن المنصور قرأت في كتاب طاهر ابن محمد أن ليس بوري بخط الإمام الشافعي إن امرأ وجد اليسار فلم يصب حمدا ولا شكرا لغير موسق الجد يدني كل أمر شاسع والجد يفتح كل باب مغلق وإذا سمعت بأن مكدود أتى ماء ليشربه فغاض فحقق وأحق خلق الله بالهم مرؤ ذو همة يبلى بعيش ضيق ومن الدليل على القضاء وكونه بؤس اللبيبي وطيب وعيش الأحمق ثم يقول بعنوان ما حك جلدك مثل ظفرك ما حك جلدك مثل ظفرك فتول أنت جميع أمرك وإذا قصدت لحاجة تقصد لمعترف بفضلك ثم يقول بعنوان القناعة هي الغنى رأيت القناعة رأت الغنى فصرت بأذيالها متمسك فلا ذا يراني على بابه ولا ذا يراني به منهمك فصرت غنيا بلا درهم أمر على الناس شبه الملك ثم يقول بعنوان من أعظم البلاء ومن الشقاوة أن تحب ومن تحب يحب غيرك أو أن تريد الخير للإنسان وهو يريد غيرك ثم يقول بعنوان الفتنة العظيمة أنشد الشافعي رضي الله عنه في فساد العالم المتهتك والجاهل المتنسك قال فساد كبير عالم متهتك وأكبر منه جاهل متنسك هما فتنة في العالمين عظيمة لمن بهما في دينه يتمسك ما يقول بعنوان المرء بفعله لا بقوله إن الفقيه هو الفقيه بفعله ليس الفقيه بنطقه ومقاله وكذا الرئيس هو الرئيس بخلقه ليس الرئيس بقومه ورجاله وكذا الغني هو الغني بحاله ليس الغني بملكه وبماله ثم يقول بعنوان البدعة في الدين ضلالة وقال الربيع سمعت الشافعية يقول أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وعن الربيع قال أنشدا الشافعي لم يفتأ الناس حتى أحدثوا بدعا في الدين بالرأي لم يبعث بها الرسول التستخف بحق الله أكثرهم وفي الذي حملوا من حقه شغل شغل ثم يقول بعنوان الحمد قرين الرفعة سن النفس وحملها على ما يزينها تعش ثالما والقول فيك جميل ولا ولا تولين الناس إلا تجمل النبابك بهر أو جفاك خليل وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد عفا نكبات الدهر عنك تزول ولا ولا خير فيه الدمر متلون إذا الريح مالت ما لحيث تمير وما أكثر الإخوان حين تعدهم ولكن هم في النائبات قليل ثم يقول بعنوان وهل يستوي العالم والجاهل تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه الجحافل وإن صغير القوم إن كان عالما كبير إذا ردت إليه المحافل ثم يقول بعنوان ففرغ لطلب العلم لا يبرك الحكمة من عمره يكدح في مصلحة الأهل ولا ينال العلم إلا فتى خال من الأفكار والشغل لو أن لقمان الحكيم الذي صارت به الركبان بالفطل بلي بفقر وعيال لما فرق بين التبن والبقل ثم يقول بعنوان الوقوف على أبواب الملوك ذل إن الملوك بلاء حيثما حل فلا يكن لك في أبوابهم ظل ماذا تؤمل من قوم إذا غضبوا جاروا عليك إن أرضيتهم ملو فاشتغن بالله عن أبوابهم كرما إن الوقوف على أبوابهم ذل ما يقول بعنوان الرفض والنصب إذا نحن فضلنا عليا فإننا روافض بالتفضيل عند ذو الجهل وفضل أبي بكر إذا ما ذكرته رميت بنصب عند ذكري للفضل فلا زلت ذا رفض ونصب كلاهما لحب هما حتى وشد في الرمي ثم يقول بعنوان حب آل البيت فرض يا آل بيت رسول الله حب كم فرض من الله في القرآن أنزله يكفي كم من عظيم الفخر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له ثم يقول بعنوان التحامق غير الحمق جرت بين الشافعي وبين بعض أصحابه مجانة فقال وأنزلني طول النوى دار غربة إذا شئت لقيت امرأ لا أشاكله أحامقه حتى يقال سجية ولو كان ذا عقل لكنت أعاقله المراد بالنوى البعد عن العقلاء وأهل الدين إلى أهل الهز والمجانة تصنعا وقد ألاقي جاهلا لا أشاكله ولا أوافقه ولكني أجاريه في حنقه حتى يظن الجهلاء أن ذلك طبيعة وخلقة به ولو كان ذا عقل لشاكلته في عقله وجريت معه في فهمه ثم يقول بعنوان استعارة كتب استعار الشافعي من محمد بن الحسن الكوفي الفقيه ينيذ أبي حنيفة شيئا من كتبه فلم يسعفه به كتب إليه الشافعي رضي الله عنه يقول كل الذي لم تر عينا من رآه مثله ومن كان من رآه قد رأى من قبله لأن ما يجنه فاق الكمال كله العلم ينهى أهله أن يمنعوه أهله لعله يبذله لأهله لعله ثم يقول بعنوان طريق المعالي وقال رضي الله عنه بقدر الكد تكتشب المعالي ومن طلب العلا سهر الليالي ومن رام العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال تروم العزة ثم تنام ليلا يغوص البحر من طلب لآله البيت الأول في هذه الأبيات مروي ذائع ولكن بقدر الزيوع يكون قبول النفوس للأقوان والمحال في البيت الثاني المستحيل ثم يقول بعنوان كثرة العلم تورث التواضع كلما أدبني الظهر أراني نقص عقلي وإذا مزدت علما زادني علما بجهني ثم يقول بعنوان الحظ يرفع ويخفر المرء يحظى ثم يعلو ذكره حتى يزين بالذي لم يفعله وترى الغني إذا تكامل ماله يخشى وينحل كل ما لم يعمله ثم يقول بعنوان داريت كل الناس لكن وداريت كل الناس لكن حاسبي مداراته عزت وعز منالها وكيف يدار المرء حاسد نعمة إذا كان لا يرضيه إلا زوالها ما يقول بعنوان مجد العلم رأيت العلم صاحبه كريم ولو ولدته آباء لآم وليس يزال يرفعه إلى أن يعظم أمره القوم الكرام ويتبغونه في كل حال كراع الضأن تتبعه السوام فلولا العلم ما سعدت رجال ولا عرف الحلال ولا الحرام ثم يقول بعنوان ثلاث مهلكات ثلاث هن مهلكة الأنام وداعية الصحيح إلى الثقام دوام مدامة ودوام وفء وإدخال الطعام على الطعام ثم يقول بعنوان لا أنثر الضر على الغنم قال الشافعي تأقتل علمي عن ذوي الجهل طاقتي ولا أنثر الضر النفيس على الغنم فإن يستر الله الكريم بفضله وصادفت أهلا للعلوم وللحكم بثفت مفيدا واستفت ودادهم وإلا فمخزون لدي ومقتت فمن منح الجهل علما أضاعه ومن منع المستوجبين فقد ظلم ما يقول بعنوان لعمري أخبر عثمان بن محمد العثماني وحدث عنه أبو محمد ابن حيان قال حدثنا حدثنا أبو علي من نيسى بوري ببغداد حدثنا بعض أصحابنا أن محمد بن إبريس الشافعي لما دخل مصر أتاه أصحاب مالك وأقبلوا عليه فابتدأ يخالف أصحابه ثم أنشد قائلا فأنصر درا بين سارحة البهن وأنظم منثورا لراعية الغنم لعمري لإن ضيعت في شر بلدة فلست مضيعا فيهم غرر الكلمة فانتهل الله العزيز بلطفه وصادفت أهلا للعلوم وللحكم بثفت مفيدا واستفدت ودادهم وإلا فمكنون لدي ومكتكم ومن منح الجهال علما أضاعه ومن منع المستوجبين فقد ظلم ثم يقول بعنوان العفة تورث العفة عفوا تعفوا نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم من الزنا دين وإن أقرطته كان الوفى من أهل بيتك فاعلم ثم يقول عن أسباب الغنى أجود بموجود ولو بدت طاويا على الجوع كشحا والحشا يتألم وأظهر أسباب الغنى بين رفقته ليخفاهم حالي وإني لمعدم وبين وبين الله أشك فاقتي حقيقا فإن الله بالحال أعلم ثم يقول بعنوان ليس للشامتين يوم وحدث أبو الحسن الصابنجي المصري قال رأيت قبر أبي عبد الله الشافعي بنصر وعند رأسه لوح مكتوب عليه قضيت نحبي فسر قوما هم حمقى بهم غفلة وقوما كأن يومي على حتم وليس للشامتين يومي وهو شعر أشبه بشعر الشافعي ولعله كان أوصى بكتابته على قبره ثم يقول بعنوان الحر لا يهتك حرمة أخي يا هاتك الحرم الرجال وقاطع سبل المودة عشت غير مكرم لو كنت حرا من ثلالة ماجد ما كنت هتاك لحرمة مسلم من يذن يذن به ولو بجداره إن كنت يا هذا لديدا فافهم ثم يقول بعنوان لا تتعب نفسك قال الأصدعاني أدثنا محمد بن إبراهيم أدثنا الحسين بن محمد بن غوثم الدمشقي قال سمعت المذنية يقول كل ما الشافعي في بعض ما يراد منه أنشأ يقول ولقد بلوتك وابتليت خليفتي ولقد كفاك معلمي تعليم ثم يقول بعنوان تضرع ودعاء لموقف ذلي دون عزتك العظمى لمخفي سر لا أحيط به علم بإطراق رأسي باعترافي بذلتي بمد يدي أستنفر الجود والرحمة بأسمائك الحسنة التي بعض وصفها لعزتها يستغرق النثر والنظم بعهد قديم من ألست بربكم بمن كان مكنونا فعرف بالأسمى أذقنا شراب الأنس يا من إذا سقى محبا شرابا لا يضام ولا يضمع بانتهاء هذه الأبيات المختارة من ديوان الإمام الشافعي التي قرأها الدكتور محمد إبراهيم نصر ينتهي الكتاب معاني الحروف للرماني انتهت هذه المال ولكم تهيات أخوانكم بشبكة الألوك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة شكرا